أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير هيا نتغنى بهذه الآيات الأرض متأملين متفكرين باحثين عن مدلولاتها ومعانيها علنا نغفر بنور إلهي يغمر قلوبنا فإذا خرجنا رأينا الطريق ومشينا إلى بيوتنا في النور لا ظلم ولا خبت ولا شر ولا إذا لا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم مار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنئر مرة ثالثة شاركوا في الفهم قبل الشرح والبيان لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنئر هيا نتناول هذه الآيات بالشرح والتفسير فيما بيننا من القائل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا الله جل جلاله أوحى هذا كلام إلى رسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر لا بد له من سبب لا بد من سبب اقتضاء نزول هذا الخبر كان بالمدينة مدرس بلغتنا العربية مدرسة وبلغة اليهود المدرس يجتمعون فيه ويتعلمون الكتاب والحكمة التي عندهم إذن فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليدعو معلمهم ومربيهم إلى الإسلام فلو أسلم فانحاص المدرس أسلم التلاميذ وانقالوا إذن فلما دخل عليهم أبو بكر الصديق دعاه إلى الإسلام فرفض ولم يقبل وتعلل واحتج بما نسمع في الآيات إذن فلما قال إن الله فقير ونحن أغنياء كيف يستقرضنا ويطلب المال ونحن أغنياء وهو فقير كيف نوم بهذا فأبو بكر الصديق لم يتمالك حتى غربه على وجه ضرب شديدا وذلك جزاؤه وهنا ذكرت مرات ولعل أهل الدرس يذكرون فقلت إذا كان الشخص مناوئا ضد دعوة الحق وتنفر بمثل هذه الكلمة لو كنا كأبي بكر لا نتمالك حتى أضربه على قده يلوي رأسه من ثم ما يعود لمثل هذا ولكن لضعفنا يسب الرسول يقال في كذا ولا حركة أو نشتكي هذه القضية ما تحتاج إلى أن تعفع إلى دعوة ومحدة تبات هذا أبو بكر الصديق وإلى لا لما قال هذا اليهود كلمة خبت ووصف الله عز وجل بالفقر ما كان منه إلا أن ضربه على وجهه وذهب يشتكي اليهود يشتكي أفصح وإلى لا أقول يوجد من المواطنين من غير أهل السنة والجماعة يبلغني أنه يطعن في عائشة أو يسب أبابك وكذا ونسكت أو نشتكي أنا أقول بمجرد ما يقول هذه كلمة الكفر أعطي على خبه يتأدب أنا ما قلت ضربه بعاصا أو اذبحه لا تنقل عن غير هذا كما فعل أبو بكر فقط مدام فاه بكلمة باطلة خبيثة أعطي صفحة من ثم ما يعاودها وإلا فسوف يتجرى كل مناسبة يقول فهمتم هذه وإلى لا هل قلت يقتله يضربه بعاصا يرميه في البحر أو من على الجدار فقد تأديبا له حتى يحترم موقف أهل السنة ما يقول الباطل بينهم وإلا فسوف يتجرى ويقول كل مناسبة وتأتي تشتكي إلينا ماذا نقول هل فهمتم هذه البربرية وإلى لا ماذا فعل أبو بكر مع هذا المعلم صفعه بعنف وإلى لا وانتهى ذهب يشتكي وإذا بالقرآن يسبق وجوده لقد سمع الله قال ما قلت يا رسول الله ما قلت نحن أغنيا والله فقير أبدا كذبه الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قاله ويسجل ويجزون به ساعة الجزاء سنكتب ما قالوا هذا أولا وقتلهم كذلك الأنبياء بغير حق ونقول عنده صب العذاب عليهم ذوق عذاب الحريق والحريق النار الملتهبة لا الجمر إذن الجمر ما يحرق الحريق النار الملتهبة ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم هذا الجزاء بعذاب الحريق مقابل ماذا ما قدمت أيديكم من الكذب والباطل والإثم وقتل الأنبياء والكفر والخروج عن طاعة الله ورسوله وجاء فانحاص وعلماء كثيرون وقالوا لرسول ما نحن لا نستطيع أن نومن بك ونتابعك على دينك حتى تأتينا بقربان تأكله النار القربان ما يتقرب به إلى الله سواء نعجا وإلا بقارا تذبح وتوضع هناك وتأتي نار بيضا من السماء فتأخذه أو ثياب أو أي شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل وهذا كان في بني إسرائيل وتذكرون قصة يوشع بن نون تبهتم لما خرج موسى ببني إسرائيل من أرض سيناء ورفضوا القتال جاب نو وعاقبهم الله بأربعين سناء تيهان في صحراء سيناء لما انتهت وتوفي موسى وقبض هارون قادهم يوشع بن نون فتا موسى ونبأه الله عز وجل وطالبوا بالآية فلما غزى وانتصر على العمالقة جمعوا الغنائم كلها وأتت مار من السماء فأحرقتها إذن فقال اليهود لن نومنا حتى أتينا بقربان تأكله النار قال الله لرسولي قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي المعجزات وبالذي قلتم وطالبتم به من القربان تأكله النار فلما قتلتمهم قتلوا رحيا وولده زكريا وقتلوا معيسا وإن لم يقتلوه واقعا لكن حكما قتلوا لأن عيسى عليه السلام لما بلقه المؤامر دخل إلى بيته وأغلق بابه وإذا بالإسترخر مدير الشرطة برجاله عند الباب أخرج ققر على الباب دخل مدير الشرطة أولا فألقى الله الشبه عليه ورفع عيسى من روزنة البيت الشرطة ودركوا اخرج كذا دخلوا فوجدوا رئيس الشرطة ألقي عليه شبه عيسى كأنه والله عيسى فما كان منهم إلا أن ألقوا الحديد في يديه وجده وجروا على أنه عيسى بن مريم وصلبوه في اليوم الثاني أو الثالث يعتبرون قتلوا ولل قضاء وشرعا لكن الله عز وجل رفع عيسى إليه إلى اليوم في دار السلام وسينزل عم قريب بالمنارة البيضاء بمسجد دمشق والشاد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والزبع بالبينات وبالذي قلتم وطالبتم به وهو القربان تأكله النار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين بدعواكم ثم قال لرسوله معزيا مسليا فإن كذبوك يا رسولنا فقد كذب رسل ما هو واحد ولا عاش ولا ميا رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالمعجزات والزبع والكتب والكتاب والصحف والكتاب المنير إذن فلا تكرب ولا تحزن واصبر وأتسي بمن قبلك فهمت مجمل الآيات أعيد تلاوتها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء من قال هذه فانحاص المعلم في بيت المدرس سنكتب ما قالوا ويدون ويسجل وإلى ليجزوا به ونكتب قتلهم الأنبياء كم قتلوا من نبي أخبارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في بعض الأحيان يقتلون سبعين نبيا وفي المساء أسواقهم عامرة كأسواقنا الليلة في المدينة الدكاكين والتجاوة كأن شيء ما وقع بعدما قتلوا سبعين نبيا لأن عدد الأنبياء مئة وعشرين ألف وإلى نا أكثرهم بني إسرائيل كالعلماء عندنا سبعين نبي في يوم واحد وأسواقهم عامرة في المساء بهذا أخبر رسول الله وقتلهم الأنبياء الأنبياء بغير حق وهل هناك حق يقتل به النبي نعم لكن حاشاهم أن يزنوا فيقتلوا أو يقتل ظلما وعدوانا فيقتلوا بغير حق لكن تشديد وإكثى من التشنيع عليهم بغير حق يقتلوا الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى يقال لهم هذا عند دخولهم النار وهم فيها هذا العذاب الروحي أشد من العذاب البدني ونقول ذوقوا عذاب الحريق من يقول هذا ملائكة الله الزبانية من أمرهم الله ينسب القول إليه ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك العذاب والهون والدون بما قدمت أيديكم متى كانت لهم أيدي وقدمون بها في الدنيا لما كانوا يأكلوا الربا ويفجرون ويقتلون الأنبياء والعلماء قدمت وإلى لا وأن الله ليس بظلام للعبيد حاشا يظلم عبيده غني عنهم فكيف يظلم لطيف الظلم لا يتصوأ أبدا إلا من ضعيف أما القوي القادر الغني ما يظلم الظلم أنت تجوع تظلم الثاني تخطف قوص العيش من يده أنت ما تجد أين تسكن تحتال وتطرد صاحب المسكة لتسكن أنت محتاج إلى وظيفة تحتال وتغش وتبعد فلان عن وظيفته لتحتل تريد أن تملك تقوم بثور حتى تملك الظلم لا يتصور إلا من ضعيف قوي غني ما يظلم أبدا والله عز وجل بيده كل شيء وإله مصير كل شيء وهو خالق كل شيء كيف يتصور منه الظلم فلهذا نفت على الظلم عنه في عشرات الآيات وما ربك بظلام للعبيد عبيد من عبيد هو جل جلال وعظم سلطانه الذين قالوا إن الله عهد إلينا في التوراة وكذبوها أو في الإنجيل على أسلة الأنبياء ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوه النار ومن الجائز أن يكون هذا في كتبهم تبهتم إذا ادعى النبو بينهم أحد يقولون هاتي قربان نتقرب بين الله ونار السماء تنزل وتختطف النار بيضا انتبهتم هكذا قالوا حكى الله تعالى قولهم لنا ولرسولنا الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلونا فإن كنت أنت رسول كما تدعي وتقول وتطالبنا بالإيمان بيك ائتنا بقربان تأكلونا وبذلك نؤمن نحنف لكم بالله والله لو أتاهم الرسول صلبي القربان وشاهدوا ما آمنوا به كيف يا شيخ تقول هذا كلام ما هي حججك أنت محشو بالعلم هم يريدون أن يسود العالم يتطلعون إلى مملكة بني إسرائيل فكيف لأن ما جاء بها الرسول من الهدى والبينات أفضل مليون مرة من قربان تأكله النار لو شاهدوا قربان قال لما أين فهمتم وللا لأنهم غير عازمين على الإيمان عافوا أنه رسول الله وأنهد دين الله ولكن قالوا نذوب في الإسلام تنعدم شخصيتنا ووجودنا ومن شك في هذا كيف أذل ألف مليون مسلم وأقام دولة إسرائيل لو كانوا فقط يدون الأكل والشرب أو اللباس أو المال والله ما يفعلون هذا متوفع لا بالخديع والكذب لكن يدون مملكة تسود العالم كلمة من للفراث مقدمة فقط والآن مشوا خطوات وكاد يملكون العالم هم الآن يدون دفة العالم من وضع الشيوعية هم الذين وضع هم الذين نسجوا قيطا ومن هو الذي أبطل الشيوعية هم أمسحبوها بلغوا مأرابهم أن تولى حاجتهم وهي أن حولوا ثلاثة أرباع الصليبيين المتعاصبين حولوهم إلى بلاشفة ملاحد علمانيين لا يؤمن بالله ولا بالرقاء وولا ما يخافونهم يعدونهم كالبهائم يركبونهم هل فهمتم هذه البربرية ولا لا ثلاثة أرباع النصارى الذين كانوا أرقاء القلوب تذيف عيوهم الدموع إذا ذكر الله يتصدقون كذا إذا نظر أحدهم إلى اليهودي يستغفر الله ما يجوز تفتح عنك في يهودي هذا قاتل إلهك كيف توضع عنه واستطعوا وستطعوا بهذا السحر أن حولوا أن حولوا النصارى إلى رجال وأعوان يعملون بعدما مسحوا قلوبهم من شيء اسمه الله والإيمان بلقاء الله نحن 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 لكم نكشف يوم نقول آه المسلمون وعندنا برهنة مللتموها أنتم أيها الطلاب هذه البرهنة أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال في صحيح مسلم وغيره لتقاتلن اليهود لتقاتلن اليهود من هم اليهود حتى يقاتلهم العالم الإسلامي عجب هذا لكن قال أبو القاسم لتقاتلن اليهود ثم لتصلطن عليهم ثم لتصلطن عليهم بينا وجهة تصلط لو أسلمنا في أبو عشر ساعة يوجد الله تعالى مؤامر يهودي لأمريكا رجال يكتشفون أن اليهود أرادوا أن ينسف أمريكا كلها ويحولوها إلى مقبرة إذن فتفوا أمريكا وتقول آل يهود من وجد يهود حقب النار تبهتم وتقول للعرب المسلمين عليكم بهم هذا معنى التسليط وإلى لا حصل نظيرها وما حصل حصل على عهد هتلر النازي الألماني اكتشف مؤامر يهودية ضد ألمانيا قاتل من حوالي سبعين ألف أو ثلاثين وأذلهم شراب حصل ولا لا والله حصل من سلطه الله فالرسول يقول ثم لا تسلط عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود ورائف اقتله إلا شجر الغال قد فإنه شجر اليهود اللطيفة هي يا مسلم ممكن الشجر يكذب يعني أينطقه الله ليقول الكذب الحجر تنطق وتكذب ترى عربي لا يصلي ولا لا والبنيط على رأسه ويقول يا مسلم حاجة لله أن يكذب الشجر والحجر فمن هنا نقول لمن هزم العرب بين حفنة اليهود في حروب كذا مرة لأنهم ليسوا بأولياء الله فلو ناصر انتصروا بالعربية والقومية لن مسح الإسلام من ديارهم نهائيا ولكن الله يأبا إلا أن يبقى الإسلام نوع الله ليدخل في رحمته من يشاء كل عام يموت آلاف من المسلمين والمسلمات ربانيين وربانيات لكن لو انتصر العرب بكفرهم وعنادهم وقوميتهم ما أصبح من يقول المسلم حتى يذل ويهان انتهى كلمة إسلام من حفظ لنا هذا النور الحمد لله الحمد لله فلهذا يقول الشجر يا مسلم لن يقولها إلا مسلم حقيقي تبات أسلم قلبه لله فلا يتقلب إلا في طلب رضا الله أسلم وجه لا يرى إلى الله عز وجل قال قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين لاستفام هنا لأي شي للإهانة تبات والذل مسكن ليما قال فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك فاصبغ رسولنا وتحمل كما تحمل من سبقت من الأنبياء والموصلين الآن إلى شرح الآيات شرحا بينا أولا عذاب الحريق ماذا قلت لكم هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم من الجرائم عهد عهد إلينا أي آمرنا ووصعنا في كتابنا التوراة ألا نؤمن لرسول أي لا نتابعه على ما جاء بي ولا نصدقه في نبوته حتى يأتينا بقربان قال بقربان تأكله النار القربان ما يتقرب به إلى الله من حيوان وغيره يوضع في مكان فتنزل عليه نار بيضا من السماء فتحرقوا البينات الآيات والمعجزات وبالذي قلتم أي من القربان فلما قتلتموهم لاستفام للتوبيخ وممن قتلوا من الأنبياء زكريا ويحيى عليهم السلام الزبور جمع زبور وهو كتاب المزبور زبع إذا كتب كصحف إبراهيم وكتاب المنير الواضح للبين كالترات والزبور والإنجيل الآن معنى الآيات قال لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدرس واليهود به وهم يستمعون لأكبر علمائهم وأجل أحبارهم فانحاص فدعاه أبو بكر إلى الإسلام فقال فانحاص إن ربنا يستقرض نحن أغنى منه إن ربا يستقرض نحن أغنى منه فكيف نعم به قال أينهانا صاحبك عن الربا ويقبله أينهانا صاحبك محمد عن الربا ويقبله في قولة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف الأرض عظم كثيرا فرغب أبو بكر رضي الله عنه وضرب اليهود فجاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم فشكى أبابك فسأل الرسول أبابك قائلا وما حملك على ما صنعت فقال إنه قال إن الله فقير ونحن أغنياء فأنكر اليهود قال ما قلت فأنزل الله تعالى الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق أي نكتبه أيضا ونقول لهم ذوق عذاب الحريق وقولنا ذلك بسبب ما قدمته أيديكم من الشر والفساد وأن الله ليس بظلام للعبيد فلم يكن جزاؤكم مجافيا للعدل ولمباعدا له أبدا لتنزه الرب تبارك وتعالى عن الظلم العبادي قال هذا ما تضمنته الآية الأولى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق الآية الثانية ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله العصب ظلام من العبيد الآية الثالثة وهي قول تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا بماذا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي أنا بقبان تأكله النار قل قد جاءكم وسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم إن كنتم صادقين فقد تضمن الدعوة يهودية كاذبا باطلا لا صحة لها البتة وغد عليها فالدعوة هي قولهم إن الله قد أمرنا موصيا لنا ألا نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما جاء به حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذي قلته في يوشع بن نون كان مما فرض الله على بني إسرائيل أن الغنائم ما يقتسمونها كما نقتسمها نحن أحلت لنا الغنائم ولم تحل لنبيه قبل نبينا وأمته فما لا يصنعون بها تجمع أكوام من الثياب من الفر من كذا فتاتنا من السماء فتحنقها أما كونهم عهد الله إليهم في التوات وفي غيره ألا يؤمن لرسول حتى ياتي بقربان تأكلنا والله كذب من كذبه ولا كان هذا والرد عليها فالدعوى هي قولهم أن الله قد أمرنا موصياً لنا أن لا نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما جاء به حتى يأتينا بقربان تأكله النار يريدون صدق من حيوان أو غيره توضع أمامهم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فذلك آية نبوته وأنت يا محمد ما أتيتنا بذلك فلا نؤمن بك ولا نتابعك على دينك وأما الرد فهو قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قول يا رسولنا قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وهي المعجزات وبالذي قلتم وهو قربان تأكله النار فلما قتلتم إذ قتلوا زكرياء ويحياء وحاولوا قتل عيساء إن كنتم صادقين في دعواكم وأما الآية الرابعة فإنا تحمل العزاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم إذ يقول له ربه تعالى فإن كذبوك فلم يؤمنوا بك فلا تحزن ولا تأس ولا تأسى لأنك لست وحدك الذي كذبت فقد كذبت رسول كذر كرام جاءوا أقوامهم بالبينات أي بالمعجزات وبالزبر وكتاب المنير كالترات والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم أممهم كما كذبك هؤلاء اليعود والمشركون معهم فاصبر ولا تعزن ولهذا صبر ولا لا كم سنة ثلاثة عشرين سنة يونس بن نونو قال لا تفضل على يونس كم يوم كم عام هرب ترك عام خرجا من بلادهم ما استطاع وعوتب ورد إليهم فنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرين سنة وهو يعاني ويكابل لكن الله ماهو يصبره ويسليه ويحمله على ذلك الآن عرفنا معنى الآيات اسمعوها مرة ثانية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء من قال فانحاص لأبي بكر قال ما نوم بربه يحتاج إلينا وهو فقي ونحن أغنياء نظرا إلى قول الله تعالى من ذا الذي يقض الله قوضا حسنا فيضاعفه لأن الرسول كان يعلن عن جمع المال للجهاد وهم أشحة وبخالة ما يريدون قالوا كيف ربنا فقي ونحن أغنياء كيف نوم به وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نومن لرسول حتى يأتينا بقوبة والله كذب كذبوها تأكلوا الناق قل لهم قد جاءكم وصل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب أسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير حداية الآيات قليلة أربع حدايات أولا كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله تعالى ومع أنبيائهم ومع الناس أجمعهم الآية قررت أن اليهود كفر وأن أدبهم أسوأ أدب لأنهم ما تأدبوا مع الله وقالوا فقي ونحن وغنياء ما تأدبوا مع الأنبياء قتلوهم قالوا فيهم ما قالوا هذا باقي إلى اليوم إلى يوم القيامة إلا من أسلم منهم ناجعا ثانيا ثانيا تقرير جريمة قد اليهود للأنبياء وهي من أبشع الجرائم وإن قيل هؤلاء ما قتلوا على عهد الرسول ما فيه نبي الجواب كما علمتم قتل أسلافهم وأجدادهم وأباهم وللا ورادوا بذلك ولازموا طريقهم وهم يدافعون عنها وللا إذن كلهم قتلوا في قضايا الله وحكمه في نهر الخير راوى القرطبي عن الكلب أن هذه الآية نازلت ردا على كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهود وفنحاص بن عزرية آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك فأنزل الله تعالى هذه الآية كما تقدم قال ثالثا بيانوا كذب اليهود في دعواهم أن الله عاهد إليهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكلوا النار كذب إلا ما كان من الغنايم لما يجاهدون مع أنبياءهم ويغنمون ما لا يصنعون بالغنايم تأتي نار من السماء وتحرقها لما؟ لأنهم لو كانوا يستفيدون من الغنايم لا قاتلوا كلهم لغير الله لكن لما علم الله إيمانها بالأمان وسلامة قلوبها وطهارة نياتها أذن لهم أن يغتنموا ويقتسموا الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القبى واليتام والمساكين وبالسبيل وأربع أخماس لمن؟ للمجاهدين صاحب الفرس لو حظاني والماشي على رجلي حظ واحد والرسول أخبر قال أعطيت خمسا لم يعطى نبي قبل منها نصرت بضعب مسيرة شارك أحلت لي الغنائب ولم تحل لنبيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما مومن أدركات الصلاة المسجد عنده والماء عنده التوابط يما مرسل كملوها قال وأه وأوتيت الشفاعة العظمى يوم قيامة قال والخامس وبعث كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة أي والله الحمد لله قال بيان كذب اليهود في دعواهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا بالرسول حتى يأتيهم بقربان تأكل هنا رابعا تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات أمام ترهات اليهود وأباطيلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وأطل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزل الأمور معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا حكم الله الصادر علينا كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كيف تذوق الموت تذوق مهارته وآلامه وآلامه إليك أخوك أو أمك أو قبيبك وهو يعاني من ثكاءة الموت إذا رأيت جابين ويتفسد بالعق فلقنوا لا إله إلا الله كل نفس ذائقة الموت هل هناك من عقب على هذا الحكم وأوقفه ولو في شخص واحد طاطأت البشرية رأسها وعرضت هذه الحقيقة التي أخبر بها الله عز وجل وطبقها ونفلها حاول البلاشف الحمر الملاحد الشيوعيون حاولوا ثمانية عشر عاما يبحثون عن كيف الخلاص من الموت وبعد ذلك فشلوا فشلا ذريعا وأوقفوا مصانعهم وآلاتهم وأدواتهم التي كانوا يعملون به على إيجاد الروح وأخيرا قالوا هذه الروح جاءت من فوق من الملكوت العلا لا مجال إلى إيجادها هنا وأغلقوا وأغلقوا مصانع اشتغلت ثمانية عشر سنة الكيميا وغيرها وفاشلوا كل نفس ذائقة الموت إيه والله إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وهذه الآيات تحمل العزاء والتسليا والتصبير والتثبيت لجماعة المؤمنين وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن السياق ما زال مرتبط بأحداث وقعة أجد وبالأمس ماذا صنع أبو بكر السدير ماذا سمع من اليهود فانحاص ما قال إن ربكم فغير ونحن أغنياء فلهذا يستقرض نعم سمع كلمة سوء وإن لا نعم إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هنا حقيقة تأملوها وحدثوا بها وهي أن العبد مهما عمل في هذه حياته لا يتلقى جزاء كسبه فيها سواء كان عمله صالحا أو فاسلا خيرا أو شرا الجزاء ليس هنا هذه الدهار كل ما يلقى فيها العبد لا يكفي أن يكون جزاء عمله أبدا فكم من عبد صالح عاش عشرات السنين وهو فقير إن وجل الطعام ما وجد الثياب وكم من فاسق انفاجر يرفل في ثياب الحريب وكم من بر صالح تقي يعيش فيه رغد من العيش وطيبه وكم من فاجر كاف في أشد البلاء والشغل هذا معلوم لديكم وإن لا لأن الجزاء ليس اليوم في هذه الحياة ذي دار عمل فقط والجزاء مسبق إذا فهمتم هذه واستقرت في أذهانكم اعلموا أن للعمل الصالح والاعتقاد الصالح والأخلاق المهذبة والآداب السليمة صاحب هذه لابد وأن يناله باركتها ويعيش طيب النفس طاهر القلب مسترح الضمير بباركة أعماله الصالحة وعقيدته الطيبة الصالحة ناله باركة إيمانه وصالح ماله وأن ذا الفجور والفسق والكفور يناله شؤم كفره وفسقه وظلمه هم كرب غم شؤم ذلك الظلم والفساد والشر الذي يعمل فما يحصل من خير أو شر هو إما باركة العمل الصالح ويمنها أو شؤم العمل الفاسد وأطاره كيف ترون هذه واضحة الجزاء غدا ليس اليوم والأمثل المحسوسة هل هل يستطيع من يشتغل معاومة أي من العام العام يطالب بأجرته قبل نهاية عمله الذي يشتغل مشاهرة كل شهر يستطيع أن يطالب بأجرته قبل نهاية شهره الجواب لا الذي يشتغل مياومة يطالب بأجرته من الضحاء وما كم العمل يومه ما هو معقول أبدا فكل البشرية عامل كادحا متى تتلقى جزاء عند نهاية العمل متى ينتهي العمل عندما تبوق روح الموتى وتنفصل عن البدن يبدى الجزاء وأول مرحلة القبر إما روضى من رياض الجنة أو حف من حف للنهار ثم تنتقل إلى أحد العالمين العلوي أو السفلي في علين أو سجين وتبقى هكذا مرهون محبوسا في نعيم أو شقا إلى أن ينتهي العمل العام العمل العام مصنع عنده ألف سنة لما ينتهي حينئذ يتلقون الجزاء فالذين ماتوا ويموتون أرواحهم إن كانت طاهرة زكية في علين وإن كانت خبيثة عافنة في سجين عرفتم إلى متى حتى تنتهي هذه الدورة أو ما تنتهي لها بداية وإلى لا لابد لها من نهاية إذا إذا انتهت هذه الدورة ولاحت في الآفاق نهايتها إذا وقعت الواقعة إذا زلزلت الأرض القارعة ثم القارعة إنتهت هذه الحياة بكل ما فيها من أفلاكها وكواكبها وجبال وأرضها تتم حياة ثانية وهي الحياة الآخرة التي لا نهاية لها انتهت هذه الدورة إذا وإنما توفون من يوفين أجورنا الذي استعملنا الذي استخدمنا الله الذي استعملنا هو الذي وفينا أجورنا كامل أو ناقص كاملا توفيا كاملا وتاما وبينت يوم القيامة ما يوم القيامة هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس من الأرض من قبورهم قياما ليساق إلى ساحة فصل القضاء والحكم عليهم إما بالزحزح عن النار ودخول الجنة وإما بالإهلاك فالنار إذا يوم القيامة ما يوم القيامة اليوم الذي تقوم الناس فيه لرب العالمين لأجل الحساب أولا والجزاء ثانيا وبيّن تعالى بإيجاز عجب واختصار لا نظير له فمن زحزح عن النار وهم قيام وإلى لا بين يدي الله فمن زحزح هكذا عن النار وكان على شفا في عرصة القيامة وأدخل الجنة أعلن عن فوزه فاز فلان بن فلان ومعنى فاز ومعنى فاز نجى من مرهوبه وظفر بمرهوبه الفائز في الامتحانات نجى من الرسوب وإلى وفاز بالشهادة إذن فمن زحزح عن النار بعيلا وادخل الجنة فقد فاز أي ظفر بمرهوبه ومحبوبه ومطلوبه ونجى مما يخاف ويرهب من عذاب النار هذا هو الفوز أما ربح شاية أو بعيرا أيها البدو مثلي ماهو بربح أو فوزك بالظفر بالدكتورة وشهادة جامعية والكرس والمنصب ماهو بربح أو فوزك بامرأة لا إذا كانت صالحة لا ماهو بربح الفوز الحقيقي أن يبعد العبد عن عالم الشقاء ويجد نفسه في عالم السعادة أن يخلص من النار وعذابها وأن ينعم بالجنة ونعيمها هذا هو الفوز فمن زحزها عن النار كلمة النار تعرفونها النار الحمد لله أنها بين أيدينا ونشاهدها في الحاط رب والخشب أليس كذلك وهي تلتهب من خلق النار من أوجد من أوجد مواد كيف كانت حتى لا يقول ما هي النار هذه التي نخوف بها ونهدد جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم نسوقدون الشجر الأخضر ذي الماء يخرج منه النار النار عالم عن عالم الشقاء نويورك عالم على مدينة ولا لا اليابان عالم على إقليم بكامل أن عالم على عالم الشقاء ما نسبة عالم الشقاء إلى عالم السعادة هذا حسبنا أن يقول الرسول العليم الحكيم المخبب الوحي لله يقول ما الدنيا يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم في النهر في البحر فلينظ بما ترجع إليه يغمس في البحر الأحمر ويخرج ويكون كيميائيون حذاء يجمعون ذاك النادى أو البلل كم يجدونه من من مليمتر أو قرام ما نسبة لقرام إلى المحيط إلى البحر والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فليمض بما ترجع إليه أصبعه وتريدون توضيحا أكثر الجنة الجنة داع السلام أقل من يعطى فيها منزلا يعطى مثل الدنيا مرتين أي مثل هذا الكوكب مرتين وأما النار عالم الشقاء فحسبك أن تعلم أن الكافر جسده عرضه مئة وخمسة وثلاثين كيلوميتر ما بين كتفه وضعصه والله كجبل يحد أي عالم هذا يتسع لهذه الخليقة أقول لا إذا أن تفهم ولا لا أقول ضع رأسك بين أوكبتيك وغمض عينيك وفكر أنك هابط تبهت ولا لا بالطيارة ولا بالسيارة هابط هابط إلى أين إلى أين إلى أين يكل عقلك فين وصلت أو ما فهمت ما للبربرية تريد أن تعرف إلا لا رأى هكذا وفكر نازل 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 إلى أين قل لي تجد حدود حديد مياه إلى أين تنتهي يخبرنا العلام الخلاق تنتهي إلى عالم الشقاء ذاك العالم الذي سامعتم عن أهله ما بين كتفي أحدهم كما بين مكة وقديد وإن ضغس أحدهم في النار لك جبل أحد أحاديد الصحة أما أهل الجنة فقد عرفتم والله إنهم لا يتراءون منازلهم فوق بعضها بعض كما نترى الكواكب الغابرة في السماء قولوا آمنا بالله آمنا بالله الله العليم الحكيم القوي القديم الذي لا يعجز شيء أبدا وآية ذلك لو تقم يا بنيا وتنظر إلى إخوانك الحاضرين وتجدهم على شكل واحد آدميون العينان والأنف والمنخران والشبتان والأسنان والفام والعنق وتنظر هل تجد اثنين لا يفرق بينهما بحيث هذا يدخل ليلة على مرأتها يقول لنا زوجك يقول أنت هو والثاني يدخل على الأخرى يقول لنا زوجك تقول أنت هو لو لا العلم والقدرة والحكمة كيف يتم هذا ما في حلقك هذه لو اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد ماش اختلط اثنان ولم يميز بينهما أي علم أعظم من هذا أيّة قدرة أعظم من هذا وإن لنسيتم أنكم مخلوقون من خلقكم لا إله إلا الله كل نفس ذائقة الموت يا من فقدوا أبنائهم وإخوانهم في أحد لا تحزنوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اعملوا وواصلوا العمل الليل والنهار العمل الصالح الذي يزكي أنفسكم ويطهرها ويؤهلها لأن تتلقى الجزاء رضوان الله والنعيم المقيم إذن لا تتململ وتقولنا أصوم وأصلي وما أسب ولا أشتمنا دائما في مرض أو دائما في فقر أو دائما في حاجة هذا كلام باطل يمليه عليك الشيطان قلنا عبد الله ووليه إن شاء أمرضني وإن شاء صححني إن شاء طالي وإن شاء منعني هو يعمل هكذا بي ليربيني ويغفعني إلى مستوى أوليائي وهذا الختام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أساسا المتاع ما يتمتع به المسافة المتاع ينتهي ولا لا والغرور أيضا متاع ويغررك ويخدعوك ودني هذه حالها لقد أغارت أمما لأقول أفرادا وأوقعتهم في الهلاك والهاوية غارتهم بزخفها وزينتها بطعام وشرابها غارتهم لأنهم من خدعوا لها فجروا وراءها الليل والنهار يعملون على جمعها وإحصائها والتمتع بها وما هي إلا سويعات مات فلان انتهى ذلك الأمل وذلك الطلب والسع المتواصل ووجد نفسه في عالم غير هذا العالم إما زحزحا عن النار ودخل الجنة وإما لاستقرار في دار البوار والعياذ بالله تعالى ثم وجه تعالى الخطاب إلينا وإن كان أول إلى رسول وأصحابه ونحن أتباعهم كذلك اسمع ما يقول تعالى لتبلونا هذا اللهم موطع للقسم وعزة الله وجلاله لتبلونا أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات لا تختبرن اختبارا ربانيا حقيقيا في ماذا؟ في أموالكم أول ابتلاة اسمع حال الحول على مالكة يجب أن تزكيه لا تتردد أبدا ممتحا وجبت نفاقا في مالك يجب أن تخرجها ولا تتردد قد يصاب مالك بجوايح إن كان فلاحا إن كان غنم تسبى وتأخذ إن كان نقودا قد تسلب منك ابتلا ابتلا هل تصبر هل تشكر أنت ممتحا فالذي يعطى المال لا يعطاه لجمال وجهي ولا شرف نسبي وأصلي والله ما عطيه إلا للمتحان والاخبار هل يتق الله فيه ويقوم به كما أمره سيد ومولاه ومعطيه أو يأخذه البطى والأشى والانتفاخ فيسلف الطعام والشراب والنكاح حتى يطغى العياد بالله والذي يسلبه أيضا بأي سوى مصور السلب هل يزجع هل يصغط هل يقول الحمد لله إنا لله وإنا نراجعون هذا معنى الامتحان لتبلون في أموالكم أولا وفي أنفسكم وفي النفس بالمر بالصحة بالعافية بالخوف ابتناء تبتلاب بالجهاد في أيام الشدة تبتلاب بالصيام في أيام القيم بالحج وتمسي على قدميك آلاف ومئات الآلاف من الأميال مبتلا في نفسك بالمرض قد يبتل المرض فإذا بفاقد بصره فاقد يده ورجله ملازم لفراشي كيف حاله هل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إنا لله وإنا نراجعون اللهم لك حمد على ما أوليت ولك حمد على ما ابتليت أنت سيدي ومولاي حكمك حق وأنا عبدك أو يقول آه ويصرخ ويذجر وينكر على الله عمله لتبلغن في أموالكم وأنفسكم أولا وثانيا ولا تسمعن من الذين أوثوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرا ها نحن الآن ما نسمع لأننا ما وقفنا موقف أصحابه رسول وسلم لو نتلاءم وتعود إلينا الحياة الربانية نصبح نسمع من اليهود والنصار والمشركين والعالم بأسره أن نقضو السب والطعن وما هو فوق ذلك وإن الآن يوجد وإن كنا ما نشعر يوجد من اليهود والنصار وخاص الكتاب وعلماء النفس وعلماء القانون كذا الطعام في الإسلام وإلى أبعد حد والذين يعايشونهم يسمعون والله كما أخبر الله ولتسمعون من الذين أوث كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أي من كل الكفار لأن الكفار إما مشه فإما كتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأبو بكر أمس أخذها ورسول ما قالوا لن نؤمن وإن تصبروا على ذلك الأذى على ذلك الابتلاء في النفس والمال وما تسمعون من أعدائكم أعداء لا إله إلا الله وتتقوا الله عز وجل فلا تضيعوا واجب مما أوجبا ولا ترتكبوا حراما مما حرم وتتقوا في الأسباب التي أمر بالإتيانها وإحضارها أسباب الجهاد وما إلى ذلك فإن ذلك أي الصبر والتقوى من الأمور المعزوم بها الحتمية لا على سبيل الانتداب والاستنان والفضل فقط الصبر والتقوى مما عزم الله علينا القيام به وفرضه وألزمنا به فالصبر والتقوى من الأمور الواجبة الحتمية ليست من فضاء الأعمال ومستحباتها ومن دوباتها الصبر على المكاره وتقوى الله ملازمة باب الله عز وجل بطاعة وطاعة رسوله فيما يأمر وفيما ينهى هذا ليس من المستحبات بل هو من عزائم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور المعزوم بفعلها المفروض القيام بها الآن معاشر المستمعين نقرى التفسير في الكتاب وقد حصلتم على كثير منه زيادة في البيانة قال شرح الكلمات ذائقة الموت ما معنى ذائقة الموت أي ذائقة موت جسدها أما هي فإنها لا تموت أروح تموت والله ما تموت خالدا أبدا إذن ماذا نذوق نذوق ألم خروج الروح من البدن البدن يحس ولا لا الجرح ما يؤلم إبرع ما تؤلم جسمك كيف خروج الروح تذوق مرار ملعد ولهذا الرسول عانى من وهو في آخر أي ساعات يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكات إن للموت لسكات لأن روح سكنت هذا القصر عامين عشر سبعين مئات سنة من السهلة تخرج بكل ارتياح كيف تفارق تذوق الآلام والمرار وإلى لا هذا معنى كل نفس ذائقة مرار الموت وألام مرار موت الجسم الجسم هو الذي يموت ولا لا الروح تفارق والجسم مات إن قطعت عن الحياة وقوله توفون أي تعطون جزاء أعمالكم خيرا أو شرا وافيا لا مقص فيها أبدا ولا جرام واحد قوله زحزيح أي نحي وأبعد هكذا وقوله فاز نجا من مرهوبه ومخوفه وهو النار وغافر بمرهوبه ومحبوبه وهو الجنة وقوله متاع الغرور المتاع كل ما يستمتع به والغرور الخداع فشبهت الدنيا بمتاع خادع غار صاحبه لا يلبث أن يضمح إلا ويذهب وقوله لتبلغون في أموالكم ما معنى لتبلغون في أموالكم وأنفسكم أي لا تختبرون في أموالكم بأداء الحقوق الواجب فيها أو بذهابها بسبب الأسباب وفي أنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج أو المرض والموت والفقري وقوله أوتوا الكتاب منهم اليهود والنصار ما تتردد أبدا سواء تقر ولا تقر الذين أشركوا منهم العرب والآن الصين واليابان والروس والهنادك والبود كلهم مشركون وإذا لا كان العرب الآن الشرك عام قال وقوله فإن ذلك من عزم الأمور يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التي عزائم وليس فيها أخصة ولا ترخيص بحال من الأحوال عزائم معنى الآيتين الكريمتين قال ما زال السياق في تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب أصابهم شيء ما أصاب سبعون شهيدا قال لقد جاء في الآية السابقة تسلية رسول صلى الله عليه وسلم عما عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له أنت الآن ما أنت وما عاد لو قولت كلمة في إخوانك وكذبوك وأنكر عليك تبيت في كرب وإلى لا والرسول يحمل رسالة الله ويضحك اليهود ويقولون لو كنت نبي هاتي الدليل والبهان على نبوذ ائتنا بقوبان تأكلون ما يكرب لهذا رسول يحزن ومكلف بالبلاغ قال عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له وفي هذه الآية أعظم تشلي وعزاء إذ أخبر تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سبلت ذائقة للموت لا محال وأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب وعمل أليس كذلك ولذا فلا ولذا فلا ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون ولا ينالهم مكروه وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب شرحت شرحت لكم هذا قبل بأوضح من هذا وفي هذه تسلي عظيمة وأخر أيضا العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لا تعد لا تتجاوز كونها متاع الغرور أي متاع زاء الغرور ببهرجه وجمال منظره ثم لا يلبث أن يذهب ويزول هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ونحن معهم الحمد لله بأنهم لا محال مختبرون في أموالهم وفي أنفسهم في أموالهم بالجوائح وبالواجبات اللازمة فيها وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج وصيام وأنهم لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب والمشركين أذى كبيرا كما قال فانحاص الله فقير ونحن أغنياء أو كما قال النصار المسيح ابن الله المسيح ابن الله كيف يستسيقها مؤمن هذه لو قال المسيح ابن الله لا صبع على خده كيف يكون المسيح ابن الله الله خالق السماوات والأرض خالق الملاكوت يحتاج إلى زوجة ولد أين يذهب بعقلك هذا يؤلم المؤمن وإن لا يؤمن وكما قال المشركون الآت والعزة ومناه الآله مع الله ثم حثهم تعالى على الصبر والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم مما أوجب الله تعالى عليكم وليس من باب الندب والاستحباب بل هو من باب القرض والإجابة هدوا بخمسين ألف ريال الذي فهمها وإستطيع يحدث بها والله لا خير من خمسين ألف ريال كيف تقول هذا يا شيخ لا فض فوق نحن علق الخمسين الآن مع هداية الآيتين الكريمتين هل فيهما هدايا أما قال تعالى هدى لنازل كل آية تهديك إلى سبل السلام آية توقف وتلوع امشي الجنة أمامك كل آية وأوضح هذا المعنى للأغراب لما سميت الآية آية وآي القرآن ستة لاف ومئتين وارضين آية بالعدل كل آية تدل دلال قطعي يقيني أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الطريق الموصل إلى قوبة يجعل له علامات تدل عليه ولا لا كل علامة دل على هذا الطريق كذلك كل آية تدل دلال يقيني أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ومن آمن بهذا وقال لا يصدق فيه رحمة الله على علم بين لنا يا شيخ هذه الدلالة في الآية كيف نقول بسم الله الرحمن الرحيم قاف هذا كلام وإلى لا صوت فهل يوجد كلام بدون متكلم ممكن قولوا مستحيل إذن هذه الآية دال على وجود الله الذي نطق بها وأنزل ها ولا لا والذي نزلت عليه وتلقاها لا يكون رسولا مستحيل أن يكون غير رسول يوصل إليه كلام وينزل إليه لا يكون رسولا إذن فسدت العقول البشرية ما أصبح شيء معقل فكل آية أنزلها الله دال على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته والذي أنزل عليه لن يكون إلا رسوله ونبيه بالعقل فلهذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول رسول إذن قال من هداية الآيتين وإن كنا قلنا الآيات خطأ قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء وإنما هي دار عمل تصدقون هذا ما آية ذلك كم من مستقيم عاش فقير ومريض كذا ولا هل جزي بصلاة وصيام كم من فاجر عاش غني هل عقب بكفر والعكس وإن وجدنا أثرا للعمل الصالح نقول بركة العمل الصالح وإن وجدنا شقاء عذاب مع الكفر والفسق نقول هذا من شؤم معاصر لا هو الجزاء أبدا الجزاء ما هنا أبدا جزاء مجرم يخلقه الخالق ويرزقه ويحييه ويخلق كل شيء فالأرض والسماء من أجله ثم يكفر به ويسبوه ولا يطيع كم يجاز هذا يجاز بمرض خمسين عام يكفي يجاز بأن يقتل ويصل بمرض أو ألف يجز ما يكفي فلهذا الجزاء في المستقبل في الدار الآخرة حيث يعيش بليارات السنين بلا نهاية في العذاب مقابل الجريمة العظمى ولا لا أو ماهي جريمة عظمى نسألكم لما خلق الله هذه الأكوان من أجلنا ولا لا يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك أيخلع لك بالعوالم كل من أجل أن تذكره وتشكره فإذا بك تكفر وتجهله فتكون كمن نسف السماوات دمر الأراضين خرب العوالم كلها كم يكون جزاه خمسين عام سجن يعيش في عذاب أبدي لعلكم فهمتم هذه قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء أبدا وإنما هي دار عمل وإن رؤية فيها خير أو عذاب هو شؤم أو بارك ويؤم فقط ثانيا تعيف الفوز الحق ما هو الفوز الحق من يقول أزحجح عن النار ودخل الجنة ثالثا بيان حقيقة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبس أن يتلاشى ويضمح وهو كذلك وإلا مشاء رابعا لابتلاء ظهور فيجب الصبر والتقوى فإنهما من عزائم الأمور لا منه خصها يا من يريد أن يقع باب الجنة اسبر على ما ابتلك الله به واتقيه فلا تخرج عن طاعته ونهايتك معلومة لاستقرار في دعو السلام أعوذ بالله من الشيطان رجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين منه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء أظهوهم واشتعوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتعون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين النهو للناس ولا تكتمون فنبذوه وأظهوهم واشتعوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين النه للناس ولا تكتمون فنبذوه وأظهوهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الميثاق الميثاق هو العهد المؤكد باليمين موثق به الميثاق العهد بينك وبين آقا وتؤكده باليمين عليه بالحلف أن تفعل أو لا تفعل وإذ هنا في خطاب الحبيب صلى الله وسلم وأذكر يا رسولنا لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب أي أعطوه والكتاب هنا التوات والإنجيل ويدخل فيه كل من أوتي الكتاب من قبلنا أو منا ونحن أوتينا هو إلا لا وأتينا أعظم كتاب وأجله إذ نسخ كل ما سبقه من الكتب ما هذا الميثاق الذي أخذه عليهم هذا الميثاق أخذه الله عز وجل بينه بقوله لتبيننه للناس واللا موقع للقسم وعزتنا وجلالنا لتبينن ذلك العلم وذلك الهدى وذلك النور الذي في كتابنا الذي أنزلناه إليكم لتبيننه للناس أبيضهم وأسودهم مؤمنهم وكافرهم إذ لفظ الناس عام ولا مخصص له ولا تكتمونه وكتمان الشيء جحده وتغطيته وسطره وعدم الاعتراف به هذا عهد الله وميثاقه أقول أخذه على أهل كتاب قبلنا ونحن أيضا مأخوذ لنا فيجب على أهل القرآن أن لا يكتموا منه حرفا واحدا ويجب أن يبينوه للناس ويبين لهم ما أحل الله فيه وما حرم وما ألزم وأوجب وما نهى وتوعد وأوعد مسؤولي قبرة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهو لتبين أنه للناس ولا تكتمونه فماذا فعلوا مع الأسف قال تعالى مخبرا عنهم وهو العليم بهم فنبذوه وأضغر يقال اجعل الشيء أن أصبع عينيك وغمه وراء ظهرك كناية عن عدم الالتفات إليه والأخذ به ومالبته نبذوه وراء ظهورهم أولا وثانيا واشتروا به ثمنا قليلا ما وجهو اشتراء الاشتراء بالقرآن أو التواتي ثمن قليل وجهو أنهم يفتون بغير الحق ليحصلوا على نقود على دراهم ودنانير مقابل الفتية يشترون به ثمن قليلا يجحدون ما فيه من هداية الله ليبقى أتباعهم على ما هم عليه وهم رؤاصائهم وقادتهم وموجههم ليعيشوا قادة وسادة لهم يأكلون على حساب دين الله تعالى وهذا الذي حصل لأهل كتاب حصل نظيره لأمة الإسلام ما شايخ الطوق والتصوف جلهم إلا من رحم الله يجحدون إن كانوا عالمين وإلا فأطرهم لا علم لهم ولا بصير بدين الله ويستغلون تلك الشخصية الدينية وإذا بالناس مريدوهم أعني مريدهم يسوقون إليهم قطعان البقى والغنم والعسل والزيت والسكة من أجل أن يشفعوا لهم يوم القيامة وأن يستجيب الله لهم دعاهم وهكذا في العالم الإسلامي من ساعة أن هبط من علياء السماء فالقاون الثالث وهذه حالهم ووضاء يفتون العلماء يفتون الصلاطين والملوك ورؤساء بما يفع من قيمة الملوك ورؤساء بين أفراد الشعب فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويكتمون ذلك كتمانا ويرمون وراء ضغير من أجل الحصول على المنصب وعلى المال ولا حول ولا قوة إلا بياء واشتروا به ثمنا قليلا وهذا حصل في العالم الإسلام من القرن الثالث وهذا النوع موجود من العلماء وحصل عند أهل الكتاب حسبهم أنهم إلى الآن يصرفون عن الإسلام بما يكذبون ويدعون ويفترون على الله وعلى رسول الكذب ما الذي منع اليهود والنصار أن يدخلوا في الإسلام رؤساء ليعيشوا على تلك رياسة والناس تحت أقدامهم وأرجلهم هذا بيان الله عز وجل أذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أذكره بالذات لجماعة اليهود أمس فقد بيّن لهم الطريق أذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين له للناس ولا تكتمونه البيان الشرح التفصيل وعدم كتمان أيضا بيان الحق في كل قضية من قضايا الأمة فما كان منهم إلا أن نبذوه وأضوهم وعتاضوا عن الخوافات الضلالات وما دونوا وكتبوا وما ابتدعوا وقالوا واشتعوا به ثمنا قليلا ثمن الدنيا كله قليل وإن كانت لهم رئاسة ومناصب وأموال وخدم وهذا كله قليل بالنسبة إلى ما عند الله فالدار الآخرة مرتاني أقول على علماء الإسلام أن لا يكتموا ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله وأن يبينوا ولا يخافون في الله لوم تلائم وليصبعوا على الفقر إن افتقروا وليصبعوا على التعب إن تعبوا لأنها أمانة الله حتى لا يراهم الله عز وجل قد كتموا ولم يبينوا واستغلوا ذلك فأكلوا وشربوا على حساب كتمان ذين الله وجهوده علماء وأنتم أيضا كلكم علماء كل من علم وعرف ينبغي أن يبين ويوضح لإخوانه لمرأته لأولاده لجيرانه لأننا أشرف أهل الكتاب كتاب أجل وأعظم ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم معاشر المستمعين والمستمعات هنا آداب وتعاليم إلهية من هم الذين يفرحون بما آتوا الآية وإن نزلت في جماعة لكنها عامة يا عبد الله لا تفرح ذاك خطاب الحبيب نهاه الله عن هذا الحسبان وعبد لكن المقصود من هو نقول الذي أتى علما معرفا هدى بيان صلاة زكاة صدقات جهاد رباط هذا هذا الفرح به الذي هو البطر والأشر والعلو والسمو هذا لا يرضاه الله لعبده المؤمن تبات لا تحسبن الذين يفرحون بماذا بما آتوا أي فعلوا جهاد جاهدوا أموال أنفقوا علم بينوا ليل قاموا صيام صاموا ويصبح ذلك الفرح تبجحا لهم وآشرا وبطرا هذا الموقف لا يرضاه الله لأوليائه نعم نصر بالعمل الصالح ونجد برودته في قلوبنا لكن لا نتبجح به ونعلن عنه لنصبح بين الناس سادا أو أتقيا أو أوليا أو علما وتذكرون أن رجلا مدح أخاه في حذرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك وفي ويلك لقد قصمت ظهر أخيك فالمؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات إذا فعلوا خيرا لا يطلبون منه الشهى والسمعة وأحاديث الناس ولا يطلبون بالتعالي والترفع عن غيرهم لأنهم صاموا غير ما صام تصدقوا وغيرهم ما تصدق لأن المراءات هي الشرك الرياء هي الشرك فإذا أتيت يا عبد الله عملا صالحا احمد الله عز وجل واسأله القبول وابكي بين يديه أن يديم هذا العمل ولا ينقطع عنك لا أن تتظهر في مرضهر أنك وأنك فعلت وأنك تفعل وتبعد أين صاحب القرآن آية من صورة المؤمنون قد أولح المؤمنون عائشة رضي الله عنها فهمت أن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل وأنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل وأنهم إلى ربهم رجعون أولئك يستيعون في الخيارات وهم لها سابقون عائشة قالت هؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم خائفة الصديقة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل فهمت أنهم يوتكبون الآثام والذنوب وقلوبهم خائفة فأعلم الرسول لا أنهم يأتون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل منهم لخشيتهم وتقواهم يفعلون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل ليس أولئك الذين يرتكبون الذنوب وهم خائفون مشفقون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ما يجيل خائفة من الله أن لا يقبل منهم ذلك العمل الصالح فكيف إذن بالذي يفعل العمل الصوي يتبجح به ويعلن عنه ويظهره بل يحمل على أن يتكبر به وأن يرى الأفضل له هذا الخلق ما يرضاه الله تورط فيه أهل كتاب سبهتم كانوا المعاصرين للرسول في المدينة إذا فعلوا ورأوا أنهم أفضل وأنهم أقدس وأطهى من غيرهم حتى المنافقون وقعوا في هذه المعنى فأدبهم الله عز وجل بهذا الكلام الموجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا أي ما فعلوا من الأفعال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهذه زل أخرى الأولى يحبون يفرحون بما آتوا فيحملهم ذلك على البطر والأسر والفخر والمباهات وأخرى ما يفعلون العبادة والعمل الصالح ويحبون أن يحمدوا عليه بوصائط يريدون أن يعلوا الناس أنهم فعلوا وما فعلوا من أجل أن يحصلوا على ذكر الخير وعلى التناول الحمل من الناس فهذا نعوذ بالله تعالى منه أولا معاشر المستمعين أو المستمعات لما يوفقك الله لعمل صالح لا تستعلم به وتضقه تطلب وتحناء الناس وتطلبوا الشرف عليهم والسموه أطعك هذا لله بل افعله وأنت خايف أن لا يقبل منك والذين يأخذ ألف ريال وهو في حاجة إليها ويضحى في جيب الفقه وهو خايف أن لا يتقبل منهم لا أن يقول فعلا وتصدقنا ونتصدق وأعظم من هذه أنه ما يفعل ويؤد أن يحبت بين الناس وهو ما فعل إما بالإعلانات فالجرائد وإما بإحاديث الناس وإلا كذا وقرأ ليحصل على الثنى بدون ما فعل ولا قدم كلا الخلقين مذموم ولا ينبغي لموم أن يتخلق به وإليكم مرة ثانية الآية الكريمة يقول تعالى لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا أي من الأعمال الصالحة ويحبون أن يحمد بما لم يفعلوا من جهة يتبجحون ويتطاولون ويثنون على أنفسهم فعنوا 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 من الصالحات هذا لا يصح ومن جهة ثانية ما يفعلون أموا ويودون أن يحمدوا بين الناس ويثنى عليهم وأنهم فعلوا فعلوا وما فعلوا كلاهما مذموم ولا يصح للموم ولا مؤمن وقوله تعالى فلا تحسب أنهم يا رسولنا بمفازة من العذاب ما بعدوا عنه أبدا ولا رحلوا من ساحة بهم فيه قائمون عليه لا تحسب أنهم بمفازة من العذاب هذا في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة الذين يراءون ويتبجحون ويدون أن يسود على الناس بالكذب هؤلاء سوف ينزم بهم عذاب الله في دنياهم وما يدخ أولهم في الآخرة والعذاب الموجع الأليم وأخيرا في الآية الثالثة اعلموا أن لله ملك السماوات وراء ما من إلا مملوك لله أنت ومالك وزوجتك وأولادك مملوك البلاد كلها وملكها ورجالها كلها مملوك لله لا يخرج شيء أبدا عن قبضة الله وملكه فإلى من نرجع إذا عردنا الصواب نرجع إلى الله نذل له ونخضع بين يديه لأن نتكبى ونترفع ونحن مقبوضون في قبضة الجبار جل جلاله عظم سلطانه لا يفيد نتبجح ولا التعالي ولا تتبر ولا السم ولا طلب الرفع والله ما يفيد أبدا لأن الملكة لله عز وجل هذا أولا وثانيا والله جل جلاله على كل شيء يريده قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فعلى القلوب الواعي أن تفزع إلى الله عز وجل وأن تطرح بين يديه وأن تسلم الأمر له ومن طلب رفعا فليطلبها في دار السلام في الدرجات العلاء أما الدنيا فلا خير في سموها ولا بفاتها بل الخير فالتطام والتواضع واللين والانكصار بين يدي الجبار هذه هداية هذا القرآن الكريم مرة أخيرة لنستمع للآيات المباركات إن شاء الله فهمتم ما دلت عليه الآيات الثلاث انتبهوا أولا عرفتم الميثاق ولا لا عهد مؤكد بيمين أخذه الله على أهل الكتاب وأهل القرآن من باب أولى فعلى أمة الإسلام أن لا تكتم الحق وعليه أن تظهره وتدعو البشرية كلها إلى أن تؤمن بالله والعقاء وتعبد الله بما شاء لتنجو وتسعد وتسلم ولا يحل كتمان هذه الملة وجهودها العلماء بصورة خاصة العاربين يجب أن لا يكتموا حلالا أحله الله ولا حراما حرمه الله فليبينوا خلقان مذمومان الأول التبجح والتطاول على الناس بالعمل الصالح هذا لا يليق بموم ولا مومن أبدا بل نصوم ونصلي ونتصدق ونعبد الله ونحن وجلون خائفون لا أن نتخذ من ذلك تعالي وتكب على الناس ليقبلوا أيدينا وعجلنا ثالثا لا نحب أن نحمد بما لم نفعل أبدا لو قيل أنت تصدقت بكذا نقول لا ما تصدقت قرأنا في الجريدة كذا ما أنا هذا غير لا أن نوعز للناس يتمدحون بنا ويقولون فعلوا فعلوا ونحن ما فعلنا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ما فعلوا ويدعا أن يحمدوا على ذلك هذه الأخلاق الذميمة ما رضيها الله لعباد الصالحين وأخيرا لنعلم أن لله كل ما في السماوات الأرض فلا باب نقرعه إلا بابه ولا هناك من الطرح بين يديه نسأل إلا هو وليس هناك من نكيل إليه أمرنا ونفرض إلا إلى الله بعلمنا اليقين أن الله لا يعجزه شيء إسأل إسأل مطلوبك من الله إسأل خير الدنيا والآخرة فإن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير املأ قلبك بهذا النور يا عبد الله هذا هو القرآن الكريم الذي حولوه إلى الموتى وجعلوا دراسته محرما الذي يفسر القرآن فيصيب قد أخطى وإذا أخطى كفر والعياذ بالله فألجم العلماء وكمموا أفواهم لا تتكلم في القرآن وتكلم بما شئت من قال فلان وقال فلان حتى قال أحد علماء الأزهر ذكر ذلك الشيخ رشيد ريضا قال من يقول أنا أتعبد بالكتاب والسنة فقد تزندق ما يفهم كتاب السنة أحد أبدا خذ العلم من المصنفات ومصنفات فقهاء الإسلام والطريقة نكررها بلغها قف يا عبد الله وانظ إلى الحلقة هذه الحلقة يجب أن تكون يوميا في كل حي من أحياء العالم الإسلامي في كل قرية من قرى العالم الإسلامي إذا صلوا المغرب نساء ورجال وأطفال يجلسون جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكم هذا هو طريق النجاة وسبيل الخلاص بدون هذا فلا علم ولا عمل إلا ما شاء الله مما قل العودة الحقيقية في العالم الإسلامي هي أن يوقنوا أن الجهل بالله ومحاب ومصاقطه هو الذي قعد بالمسلمين هذا القعود الذي أصبح أذي الله محتاجين فقراء إلى غيرهم العودة أن نعود إلى العلم علم قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم ولا يكلف ناش أسألكم بالله يا عقل إذا دقت الساعة السادسة مساء أخذ الرجال يتطهرون والمؤمنات يتطهرن وقصدوا بيت ربهم في حيهم أو قريتهم لا يحتاجون إلى سيارة ولا إلى بعير يركبون المساجد حول بيوتهم يجتمعون من المغرب إلى العشاء اجتماعا هذا أرأيتم الساكين علينا كيف هي هل سمعتم رغطا أو صوتا لو كنا نرى الملائك والله لرأيناهم يحفون بنا وقد ذكرنا الله في الملكوت الأعلى فتحققت ولايتنا له مثلنا يخزيهم الله مثلنا يذلهم الله والله ما كان ولن يكون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فتقوى الله عز وجل لا بد من العلم الصحيح لا بد من معرفة ما يحب ربنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال وكيف نقدم ذلك ونتعبد به ربنا لا بد من العلم لا ولاية بدون علم أبدا ومستحيل وطريق العلم ليس معناه أننا نوقف دولا بالعمل لا مزرع ولا مصنع ولا مطج ولا ولا كلنا في المساج لنتعلم لا فقط إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل كما هو في أوروبا واليابان والمريكان والصين إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وإلى لا ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص والمقاصف ودور السينما والمؤمنون أين يذهبون إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم يتلقون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم عام بعد آق ما يبقى جاهل ولا جاهلا وإذا انتفى الجهل تدون ما الذي ينتفي به السرق الغيش الشرك النفاق الخداع الباطل الظلم الزنا الفجو كل ذلك يمحى محوى لأنها سنة الله لا تتخلف وآخر نقول إذا شككتا فانظر أعلم أهل القارية تجده أتقى أهل القارية أليس كذلك لن تتأخر سنة الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء عالمون بماذا بربهم فأحبوه وأخافوه علموا محابه فقدموها لو تملقا إليه وتزلفا علموا مكابه فتجنبوها وابتعدوا عنها فتمت ولاية الله لهم فأعزهم ولا أذلهم وأكرمهم ولا أهانهم متى يعرف المسلمون هذا نطالبهم بالجهاد والذمار وهم ما استطاعوا أن يجلسوا ساعة في بيت ربهم يبكون بين يديه لتتآلف القلوب والنفوس وتتلاقى الأرواح على نوع الله وحبه وتقوى ما نستطيع يقولون بلغوني قالوا يا شيخ هذا كلام لن تقولوا ما هو معقول كيف ما هو معقول نريد أن ننزل الملكوت الأعلى نخترق السبع الطباقة وما نضحي بساعة من الليل ونهار ونقول هذا غير معقول ومقبول نريد أن نسود العالم وأن نطهر البشرية وأن نصبح أولياء الله نعجز عن نحضر بيته ساعة أو ساعة نصف اليوم والليلة هذا يعجز هذا ولكن هذا قضار الله وقدره نعود إلى الآيات من طريقي معناها في هذا التفسير المبارك لنزداد بصير فيما سمعنا قال معنى الآيات ما زال السياق في اليهود فيقول تعالى لنبيه واذكو لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصار أخذ على علمائهم العهد المؤكد بأن يبين للناس نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام ولكنهم كتموه ونبذوه وأضوههم فلم يلتفت إليه واستبدلوا بذلك ثمنا قليلا وهو الجاه والمنصب والمال أو أصال الكنيس على إطلاقهم قال تعالى واشتروا به ثمنا قليلا وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل فقال فبيسر ما يشترون هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الثانية في قولي ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم فإن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون بما أتوا من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل أوامرنا وتغير شرائعنا وهم مع ذلك يحبون أن يحمدهم الناس أي بأن يشكروهم ويثن عليهم ما لم يفعلوا من الخير والإصلاح إذ عملهم كان العكس وهو الشر والفساد فهؤلاء من اليهود ولا تحسبنهم بمفازة أي بمن جات من العذاب ولهم عذاب أليم يوم القيامة وأما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى أن له ملك السماوات الأرض وأنه على كل شيء قدير فدلل بذلك على قدرة على البطش بالقوم والانتقام منهم وأنه منجز وعيده لهم وهو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا هيا ننظر من أين نستنفط هذه الهداية أولا أخذ الله الميثاق على علماء أهل كتاب ببيان الحق يتناول علماء نعم أخذ الله الميثاق على علماء أهل كتاب ببيان الحق يتناول أيضا علماء الإسلام كما بينا فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله أو تأويله إرضاء للناس ليحوز على مكسب دنيا ويمالا أو جاها أو سلطانا مرة ثانية أقول من هداية الآيات أقول أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول علماء الإسلام وإن لا أليس أهل كتاب بل أشرف كتاب فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله بتفسيرات غير صالحة إرضاءا للناس حتى يسود عليهم ليحوز على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا يا معشر المستمعين عرفتم هذا اعملوا ثانيا لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والمعروف بل من الكمال أن لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن يحمد بل بمن يفعل الشر والفساد ويحب أن يحمد عليه بالتصفيق له وكلمة يحيى الزعيم انتهت هذه عشناها أكثر من 40 سنة يحيى الزعيم يصفقون أصفقون يصفقون يحيى الزعيم وهو ما فعل شيء بل دمر البلاد والعباد كنا مرة في مؤتمع عربي حضره العرب حتى النساء إلا المصريات والسعوديات والعومانيات لأن مصر مع تلك البلاد ما متفاهمين فجلسنا جاء الزعيم يخطب خطب خطب وإذا بالجالسين كلهم يقفون التصفيق لا إله ما للأمة التصفيق للنساء والتسبيح للنجال قولوا الله أكبر الله أكبر أما نصفق ونحن ثلاثة عبد المحسن والشيخ ووحد آخر في أبها جالسين قلنا لهم التصفيق للنساء والتسبيح للرجال والشاد عندنا مظاهر الهبوط هبطنا من علياء السماء إلى هذه الأرض من يرفعنا الكتاب والسنة الله هو الرسول وإلا به ما اغتفعنا وإلا ولما عادينه ما نزلنا وإلا كيف نعود بالكتاب والسنة حتى لا تبقى مذهبية ولا عنصرية ولا إقليمية ولا ولا مسلم قال الله قال رسول قال ثانيا لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل بل حتى إذا فعل ما يحب أن يحمد بالناس ويشكار قال بما لم يفعل من الخير المعروف بل من الكمال أن لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن يحمد بل بمن يفعل الشر والفساد في الأمة ويحب أن يحمد عليه بالتصفيق له وكلمة يحيى الزعيم ثالثا ملك الله تعالى لكل شيء وقدرة على كل شيء توجب ماذا الخوف منه والرغب إليه وأكثر الناس عن هذا غافلون وبه جاهلون ملك الله تعالى لكل شيء وقدرة على كل شيء يوجب الخوف من الله وإله والرغب فيما عنده أكثر الناس لا يغابون ولا يغابون للجهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضير عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الآيات موضوعها واحد وإن كان الطويلة فهيا نتدبر قول ربنا جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذا خبر من أخبار الله تعالى مؤكد بكلمة إن هيا نتدبر هذا الخبر أولا والله إنه لصدق وحق وكيف لا والمخبر هو الله الذي خلق عقولنا وأفهامنا وطاقاتنا وقدراتنا على أن نفهم إن في خلق السماوات والأرض في خلقهما السماوات والأرض مخلوقات وإلى لا السؤال من خلقهما بنوا فلان من خلقهما نتأمل من خلقهما هل بلغنا أن خالقا غير الله خلق ما دعا كائن في العوالم كلها أنه خلق كوكبا واحدا لا كواكب السماوة ما بها كيف نطعطي رؤوسنا وقول ها لا ندري لما لا ندري نسأل نشرق ونغرب ونطلع ونهبط سائلين من خلق السماوات فسوف نجد من يخبرنا أن خالقهما الله اسمه الأعظم الله المعبود بحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه السماوات السبع أجرام وأفلاك وكواكب ومسافاتها هذا الخلق العظيم هذا هل يعقل أن شيئا يوجد بلا موجد كاس في لبن موضوع على كرسي على منص على منضد تستطيع أن تقنع أي إنسان أن هذا وجد من نفسه مستحيل أن تقنع إنسيا أو جنيا أن هذا كاس اللبن هكذا وجد بدون موجد مستحيل ولا لا فكيف إذن بهذه المخلوقات السماوات نقول السماوات وهي سبع وما بين السماء والسماء مسافة خمسمائة عام وسمك السماء وغلظها خمسمائة عام نتناول فقط الشمس هذا الكوكب المضيء الملتهب النهائي أهل العلم علماء الفلك قالوا إنه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة حرارتها فقط التي تتدفق علينا هذه الحرارة موجودة بواسطة فحم حجري فحم حطب من أين وجدت كيف توجد ما تنتهي عشرات الآلاف من السنين كيف هذا القمر قريب مننا يكاد يلصق بأرضنا والمسافة لا تستطيع أن تعرفها من خلق القمر إذن إما في خلق السماوات والأرض أولا وفي اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار نحن الآن بارك الله فيكم في الليل وفي النهار هل نحن الذين آتينا بالليل نحن الذين طاردنا النهار في إمكاننا أن نمسك الليل سبع أيام ثمانية والله لا تضح ولا تزول عننا أبدا حتى يأتي النهار في إمكاننا أن نأتي بالنهار لسنا وحدنا كل البشرية لا طاقة لا ولا قدرة أبدا على أن تأتي بالليل أو بالنهار هذا الاختلاف لماذا لصالح الخليقات وجود ليل وجود نهار أولى من وجود نهار دائما أو ليلة دائما إذن الخالق دل خلقه أولا على وجوده فهو موجود فوق عرشه بائن من خلقه الملكوت كله تحت قدمه يدبع الكون كله هذا العظيم هذا العظيم كيف نقيس عظمته بالعظمة ونحن أعجز ما نكون أن نخلق ذبابا وهو خالق كل شيء إذن في خلق السماوات والأرض وفي اختلافه الليل منها آيات علامات دال أولا على وجود الله ثانيا على وجود قدرته قدرا لا يعجزها شيء ثالثا على علمه قد أحاط بكل شيء رهب عن رحمته التي وسعت كل شيء فكيف إذن لا نحبه فكيف إذن لا نرهبه ونخافه فكيف إذن لا نعبده بكامل معنى العبادة والطلاع وأبشع من هذا أن نتجاهله ولا نضكره ولا نلتفت إليه ونعيش كالبهايم نأكل ونشرب وننكع أين يذهب بعقول البشر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ولكن لمن ينتفع بها أما الأعمى الذي لا يشاهد آية أنصب له الآيات في الطريق ينتفع بآيات الآيات العلامات ولا لا تريد القاوية الفلانية تضع لها علامات كلما يأتخط علامة حتى يهتدي السائر إلى تيك القاوية وهو الأعمى ينتفع بالآيات فلهذا هذه الآيات لأولي الألباب والألباب جمع لب لب وألباب والمراد بهنا العقل أو القدرة الباطنية التي بها يميز الإنسان بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الظار والنافع وبين الموجود والمعدوم فمن فقد تلك الطاقة الباطنية المعبعنة بالقلب والعقلي هو وجوده كلا وجود ما يشاهد آية من الآيات أبدا والبرهنة علماء الفلك علماء الطبيعة علماء الذرة يطلعون يهبطون يحللون يندهشون ولم يستطيعوا أن يقولوا آمنا بالله لا إله إلا الله إلى الآن يتعايشون مع الأفلاك والأجرام السماوية ولا سألوا من خلق لما خلق كيف هذا الخالق ماذا يريد لو سألوا لأجابهم أهل القرآن وبيننا لكن لا يسأل وذلك لانطماق بصائرهم وعماها ولفساد قلوبهم وعقولهم والذي أفسد عليهم ما عرف موسكو موسكو إبليس أبو مرى الشيطان عليه العائل الرحمن لم يسمح لهم أن يفكروا ساعة في من خلق أبدا يحللون ويركبون ويعللون ويهبطون ويطلعون ولا يفكرون من خلق أولي ما خلقت من أعماهم من كمم ألسنتهم إبليس أهل العادو ما يريدهم أن يسلموا لينجو من عذاب الله ما سمعنا بياناته ويحلف بين يد الله فبعزتك لأغوين لهم أجمعين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب أولي بمعنى أصحاب أو ذوي الألباب نريد أن نعرف صور من صورهم هل نحن منهم اسمع ربي يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إذن نحن منهم أولا الذين يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم في كل أحيانهم اللهم إلا عندما يدخلون الحمام المرحاض فلهذا تقول الصديق عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو أحيانه دائما يذكر الله وذك هنا بالقلب والإذن نحن منهم والإذن نحن منهم الذين يذكرون الله ما السر في خلق السماوات ما السر في خلق أرض ما السر في هذه المخلوقات حاش لله أن يخلق هذا الخلق عبثا حاش لله أن يلهو أو يلعب كيف يوجد هذه المخلوقات بلا فائدة بلا حكمة مقصودة مستحيل وتتجل لهم الحقائق ويعرفون أنه خلق هذا الخلق لهذا الآدمي من أجل أن يذكره ويشكره يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي وفي القرآن الكريم هو الذي خالق لكم ما في الأرض جميعا ما في السماوات ما في الأرض فما أكرمنا على الله لو آمنا به وأحببناه ورهبناه هذا الخلق كله من أجلنا أما الله فهو غني غنى مطلقا كان الله ولم يكن شيئا غيره فخلق هذه المخلوقات لحكم عالية منها أن يذكر ويشكر في هذه الأرض فمن ذكر الله وشكره طول حياته أكرمه ورفعه إليه وأنزله في جواره في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام ومن كفره وجحده وتنكر له وعبث في الحياة بالشرك والظلم الباطل جزاه جزاء عادلة وهو أن يرمي به في عالم الشقاء المعبر عنه بالنار لا يخرج منها بليارات سنين أبدا في عذاب متواصل متنوع متلوّن أهل عجب العجاب وكثيرا ما نقول قد يسأل السيد قول أي ربي هذا المخلوق عاصاك ثمانين سنة إن طال عمره إلى ذلك أو زاد مئة سنة مئتين فكيف تعذبه بليارات السنين هذا السؤال طرحناه وإلى والجواب هذا جريمته ليست أنه عاصا الله ثمانين سنة أو مئة سنة هذا جريمته أنه نسف الكون كله أصابع الذنامي تمكن منه ونسف السماوات والأراضين والجنة والنار والعوالم كلها دمرها إذن جريمته ما تقدى كم يحتاج لأن يعذب بلا حساب ما وجه أنه نسف الكون كله وجه لأن الكون خلقه الله من أجله وإلى لا فإذا به يجهل الله ولا ينبيه فلا يذكر ولا يشكره إذن حكمه حكمه من جنى جنايا بتدمير العوالب كلها فلهذا من العدل أن يعذب بلا حساب يخلد خلودا أبديا في عالم الشقا واضح هذا الجواب وإلى لا فرضنا أن شخص قال شخص يا عصي ربهم يا سنة مئتين ألف سنة طال عمره كيف يعدم ملايين السنين أين عدل الله كذا هو السؤال وإلى لا الجواب هذا المخلوق هذا الذي ترك ذكر الله وشكره وقد خلقا لذكر الله وشكره وخلق الله كل العوالب من أجله حتى الجنة والنار من أجل أن يذكر الله ويشكر فترك الذكر والشكر إذن جريمته ما هي أكثر السامعين ما فهم جريمته ما هي كأنما نسف العوالم كلها لأن الجنة والنار السماوات والأراضين الأفلاك كل هذه المخلوقات مخلوقا من أجل من؟ من أجل هذا الإنسان وإلى لا وهو مخلوق من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر ويشكر وإلى لا فإذا ترك الذكر والشكر كأنما نسف العوالم كلها إن شاء الله فهمتم فلهذا من يقول كيف يعذب ألف سنة مليون سنة وهو عاش ربعين عام خمسين كافة فقط يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي ماذا يريد الله مني؟ أن أذكره قائما وقاعدا وعلى جنبي وأشكره بما يأموني أن نقوم به وننهر به الذكر الله وشكره طاعته بالجوارح واللسان قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات اسمع يا عبد الله لا بد من الذكر والفكر الذكر وحده وأنت لا تتفكر ما ينفع كالذي يغني ولا يدري ما يغني الفكر فقط اللسان ما يعبد الله ولا يمجده ما ينفعه لا بد أن تجمع بين الذكر والفكر والآية دلت عليه ما ولا لا يذكرون ويتفكرون يذكر ولا يتفكر ما يعرف عظمة الله ولا جلاله ولا كماله ولا آله ولا إنعامه ولا رحمته ولا قدرته ولا علمه ميث والذي يفكر فقط وما يذكر ما يعبد ما انتفع به فكره إذ يوجد كما قلنا علماء الكون اقتنعوا بوجود الله ثم شهواتهم وشياطيم ما سخرتهم أن يسألوا أهل العلم من هو الله كيف نعبده كيف نتقرب إليه ما هي رسوله وما هي كتبه وهكذا ليعيشوا محرومين ويهلكوا محرومين مرة ثانية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومهم وهذا يتناول الصلاة الصلاة الفريدة أديها قائما فإن مرث فأديها قاعدا فإن عجث فأديها على جنبك وسائر الأذكار في كل أحاينك قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لما في ذلك الخلق من عظائم القدرة والعلم والحكمة والرحمة فيزداد حبهم في الله وتزداد رهبتهم من الله فيذوبون في عبادة الله فيصبحون كالملائكة في طهرهم وصفائهم ويقولون ربنا يا ربنا ينظر ويتفكر ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك منزه أنت عن اللهو والعبث والباطل ربنا أولئ الذاكرون المتفكرون يقولون ربنا أي يا ربنا لماذا ما قالوا يا ربنا لقوبهم من الله وقوب الله منهم الذي ينادى بياء البعيد أما من هو معك وأنت معه عندما تقول سبحان الله والحمد لله والله إنك مع الله والله معك أنا مع عبدي ما بكرني وتحركت بي شبتا إذن ربنا ما خلقت هذا الخلق في السماوات والأرض وما فيما باطلا أي لللهو واللعب ولا لغرض ولا لهدف ولا لحكمة حاشاك قال سبحانك تقديسا وتنزيها لك عن اللهو والعبث سبحانك إذن فقنا عذاب النار قنا احفظنا من عذاب النار وهل النار موجودا فقط غدا إن شاء الله ساعة العاشة أرفع راسك إلى كوكب الشمس هذا الكوكب العجيب كله نار وإن شككت واذي الحارة التي تدفقت علينا سببها ماذا البحر أو جبال تبت ماذا الشمس والله للشمس هي المملوئة بالنار نار متقذة منذ أن خلقها الله عز وجل لا ما تنطفي ما تبعد من أين الغازات ومن أين الفحم حتى تشتعل به لو كانت مفتقرة إلى ذلك لانتهت من قرون آيا لما خلقها الله من أجلنا لنستدفئ بها ونستني بنورها ونعب بها الليل والنار والعام والعمر والآجال ما خلقت عبذا ووراء ذلك حكم لا يعلم الله جل جلاله وعظم سلطانه سبحانك فاقنا عذاب النار حصلوا عن نتيجة فاقنا عذاب النار نطلب منك أن تقينا وتحفظنا من عذاب النار صاحب قدر ينقذ ويخرج لا وما للظالمين من أنصار ينصرونهم الظالمون يجدون من ينصرهم لا أد وهنا الظلم بالمعنى الحقيقي الشرك بالله الكفو بالله الشرك ظلم إي ورب الكعب وعظيم إي ورب الكعب ما وجه ذلك يا شيخ ما هو الظلم عندكم فلان أخذ دابتي وقال ليس دابتك تسكت وإلا أكثر رأسك ظلمني وإلا لا ظلمني فلان يأتي إلى شاتي ويحلبوا ويقول سكت ما أنت وعدك تشرب الحليب ظلمه وإلا لا فلان أخرجني من غرفتي ونزل بها لأنه قوي وأنا ضعي ظلم وإلا لا والذي يأخذ حق الله كيف تعب عن ظلمه الذي اعتد على فقير على مسكين على ظالم على قوي ظلمه والذي يأخذ حق الله ويعطيه لغير الله أعوذ بالله وهذا لقمان الحكيم عليه السلام وضع بين يديه طفله الصغير وأنتم تضعون أولادكم بين يديكم أو تلبسونهم برانيب ويتجولون في الشوارع أعلموهم الكفر أعوذ بالله أعوذ بالله ضع أطفالك بين يديك ولقنهم الحكم وعلمهم الكتاب لقنهم الأداب السامية الحياة والصبر والثبات والآداب والأخلاق لقمان وضع بين يديه طفله وأخذ يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشك بالله إن الشرك لظلم عظيم لما نزلت صورة الأنعام وزفها سبعون ألف ملك لعظمة ما فيها وسمع الأصحاب قول الله عز وجل فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم هذا قد يظلم آمته هذا قد يظلم أمه هذا قد يظلم مراته لابد يقع من الظلم وإلى لا من ينجو فقال صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما فهمتم ألم تسمع قول لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم إنه الشرك بالله ظلم عظيم وإلى لا أيخلقك الله يا بني ويرزقك ويكلأك ويحفظك ويمتعك بسمعك وبصرك ويخلق كل شيء من أجلك الظل كالشمس كالبرد كالهوى ككل شيء من أجلك ثم تتجاهله وتسوي به آخر من مخلوقاته فتعبده معه أعوذ بالله تعيدون توضيحا أكثر صحابي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله غضب الرسول غضب تسوي أنا تسويني بالله كيف قل ما شاء الله وحده من أنا وما أنا تسويني بالله قل ما شاء الله وحده فالروضة كان المنافقون يوذون المؤمنين لضعفهم وقلتهم في بداية الهجرة فقال الأصحاب وهم فالروضة هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق هذا فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجدار استثار فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله مع أنه يجوز أن نقول هيا نستغيث بفلان لأنه قوي وقاذ وحي ومعنا ومع هذا من الأدب ما نقول هذه كلمة هذه لله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فكيف بالذين يستغيثون بالأموات يا فاطمة يا حسين يا إدريس يا فلان يا فلان افعل وافعل والله كأنهم ما سمعوا به ولا زل عظيم هذه ولا لا أو ما استعظمتم مقبل على ميت مات من ألف سنة وبينه وبين بلادي عشر ألاف ميل أو كيلو ميتر ويا سيدي فلان هذا يحتاج للتأذيب ولا لا تعال عندنا لما تقول يا سيدي عبد القادر أسألك بالله يسمعك يقول لا إذا ما يسمع كلمة نادي فرض ناسا معك يجيك من بغداد ويفرج كربك أو كيف يصنع معك الجواب لا لما هذا العبد يضحك على أسنانك الشيطان هذا مثال يعطونهم هذا عجل البدوي لا لا عجل سيدي البدوي يغرس يغرس شاجر زيتون قول هذه زيتون سيد فلا نحلف لكم بالله يغرس نخل هذه النخلة لسيد فلا ولا يجعل الله نخلة إلا لسيد فلا ليما ليحميها ليباركها فانظر كيف أله غير الله ومنهم من يقع القرآن من البقعة إلى صورة الناس ولا يد ما يفهم ما علة هذا الجهل بالله من علم من عرف هم بالله من هو الذي جلس بين يديه طول حياتهم يتلقون الكتاب والحكم لا أحد فكيف إذن نظن بهم غير هذا ما عرف وإلى متى هيا نعلمهم القرى والمداشر والجبال والسهول تجد ملايين المسلمين ما عرفوا الله والله ما عرف ولو أراد أن يشكك أو مشكك والله لشك ما ما عندهم ها نسمع في البلاد العجمية التنص والتنص بالآلاف بالملايين ما السبب ما عابوا الله ما علمناهم ما جلسوا بين أيدينا ما هذبناهم جاء من يطعمهم أو يسقيهم أو يعالج أمواضهم وقال لهم فلان عيسى وكذا آمنوا ما فهمتم هذه البربرية الآن والصحوة دافقة كما يقول الغافلون هذه الصحوة أين ثماؤها أين الحب بين المؤمنين أين الأخوة بين المسلمين أين التعاون أين الآداب والأخلاق أين الصبع والصلاة أين 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 مضايا ما علة ذلك آل جال ما رب في حجور الصالحين ها نحن معكم يا أولياء الله اللهم اجعلنا من هؤلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد اخذيت وما للظالمين من عنصار إذن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تريد أن تتوف مع الأبرار ما تخرج من المدينة ما تذهب لبريطانيا هذه عجيبة وتوفنا مع من مع الأبرار الذي يطلب أن يموت مع الأبرار يلازم طول حياته ليل نهار لا يفارق الأبرار وكل حياتي بعيدة عن الفجار هذا الذي يرجو أن يتوفى اللهم على أما يجالس الفجار ويتعامل مع الفجار ويضحك مع الفجار وينزل مع الفجار كيف يسأل الله يضحك عن الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينهادي هذا المنادي رسول الله صلى الله سلم هذا المنادي أبو باك والصديق المنادي عثمان عمر أنتم والقرآن قبل ذلك والمؤذن على المنا ينادي ولا لا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي آمنوا بربكم فآمنا ربنا القرآن ينادي ولا ورسول الله قبل فآمنا فآمنا ربنا إذن فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار من هم الأبرار جمع بار المطيع الصادق في عطاعته لله ورسوله البار البار المطيع لله ورسوله الصادق في تلك الطاعة النيا خالص لله عز وجل هدأ العبادة على الوجه الذي بيّن رسول الله كل سلوك مبني على علم ورد عن الله ورسول الله كم من مطيع طاعته مردود عليه ما يحسنها ما تنفعه وتوفنا مع الأضاء إذن يا شيخ تريدنا أن نتعلم إذا لم تعرف كيف تتيم ما تحسن ولا يصح تيممك إذا لا تعرف كيف تسأل الله وتتملقه كيف تسأله فكل العبادات ينبغي أن نكون عالمين بأسرارها وحكمها وعالمين بكيفيات أدائها وهي ذات وقت معين وكمية محدودة وما إلى ذلك إذن تريد من أن لا يبقى جاهلا إيه نعم لن تتحقق ولاية الله لرجل أو مرأة بدون علم ولاية الله تتحقق العبد بشيئين ولا لا ما هما الإيمان والتقوى والتقوى هي الطاعة ولا لا الذي ما يعرف كيف يطيع على كيف يطيعه لابد من العلم يا شيخ ماذا نصنع الناس طاروا في السماء واخترقوا الكون ونحن نعود من جديد نطلب العلم في المساجد هذه الكلمة يمليها العدو قلنا لكم من ساعة أن تصل الصبح نصلها الآن على كم الساعة الرابعة والنصف كذا اليهود والنصار الرابعة والنصف الخامسة والنصف السادسة والنصف السابعة ثلاثة ساعات وهم نايمون ويقومون الثامنة أنتم من الرابعة والنصف وأنتم في المصانع في المزارع في المعامل تعملون وتنتجون انتبهتم إلى قبل الظهر وجاء العاصر إلى غرب الشمس وأنتم في العمل فقط إذا مالت الشمس للغرب وقفوا العمال لا دكان مفتوح ولا مقى ولا مصنع ولا مدج ولا مزرع ولا آل ولا ولا هيا إلى أين إلى بيت الرب الله أكبر أهل الرب بيت ينهم اسمه الجامع الذي يجمع أهل القرية أو الحي بنسائنا وأطفالنا النساء ورأس تاير والأولاد كالملائك صبوطا يسمعون الهدى ويتعلم هنا والفحول أمامهم ونتعلم العلم الذي تتحقق به تقوان لله وبه تتحقق ولايتنا ويومئذ لا خوف علينا ولا حزن ما نريد أن نرق هذا الوقي ونكمل هذا الكمال ضعنا فقط ماذا قالوا وتوفنا مع الأبرار كيف تسأل الله شيء ولا تطلبه أنت بيديك لازم الأبرار لا تفارقهم انزل بحيهم عش في إقليمهم في مدينتهم حتى تموت بينهم أما تبعد عن الأبرار وتعيش مع الفجاء وتقول وتوفن مع الأبرار طبحت أنت يجب أن تلازم الأبرار ولا تفارقهم أين يوجدون في البلد البلاني هاجئ إليهم وقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد ربنا أعطينا ما وعدتنا على رسولك ماذا النصر العز الكمال الكرامة الطهر الصفة لا خوف ولا حزن ولا تخزنا يوم القيامة أعطينا ما وعدتنا على رسولك الآن في دنيانا ولا تخزنا يوم القيامة بتعذيبنا بالنار إذ قالوا من تدخل الماء فقد اخزيته إنك لا تخلف المياد أي الوعد وحاشا نخلف المياد وهو القوي القديم وما زالوا يسألون الله ربنا 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 حتى استجاب لهم فاستجاب لهم ما يدعو واحدة في ساعة كهذه هذه طول حياتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفعنا سيئاتنا وتوفنا مع نبار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخل المعاد فاستجاب هذه الفعل الترثيم والسبابية فاستجاب لهم ربهم ماذا قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أنت من مرأة والمرأة ما هي من رجل إذن لي من أفرق بينكم أني لا أضيع عمل عامل منكم أيها المؤمنون الصادقون الأبارة ذكر كان أنثى بعضكم من بعض فلا فرق بين الرجل والمرأة في الجزاء والتنعيم يوم القيامة الله أكبر ثم قال تعالى فالذين هاجوا هاجوا ديارهم وبلادهم وتركوا أموالهم وذراريهم أيضا أبرو أن يقيموا في دار الكفر أبرو أن يعيشوا في دار لا يعبدون فيها الله لا يستطيعون أن يهلل ويكبروا هاجروا وأخرجوا من ديارهم بالضغط والتنكيل والتعذيب كما فعل المشركون في مكة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وأوذوا في سبيلي وأنواع الأذى لا تسأل عنها وقاتلوا وقتلوا هؤلاء كلهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثوابع معاشر المستمعين ومستمعات هذه الآيات العاشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ في الثلث الآخر من الليل للتهجد يرفع وعصر إلى السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات أصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تبدعون هذا عبد الله بن عباس في الصحيحين يقول نمت عند خالة ميمون وتوسط عضو الوساد حتى إذا كان ثلث الآخر من الليل قام رسول صلى الله إلى شن معلق فتوضأ ثم رفع رعص إلى السماء وتلا هذه الآيات فأنتم إن شاء الله تتلونها بدأتم ومن قبل عندنا أكثر من ثلاثين سنة واربعين سنة أنت فاحا بالإعلام منصور قول أعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكي أو أنثاء بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ذيائهم وأوذوا في سبيل وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن ثواب لعل بعض الطلب يقولون لما الشيخ ما يقاب التجويد انزعوا هذه من أذهانكم المطلوب ألا يلحن بنصب المرفوع أو رفع المنصوب تبهتم أما أحكام التجويد لها وقتها أما على المنبر أخطب الناس وأجود الآيات ما فعل هذا رسول الله ولا أصدره نحن فقط نريد أن يفهم المستمعون والمستعيات فهمت ماذي قاطعت عليكم الطريق نعم لأنه يقول لهم العدو كيف ما يجود القآن إذن مرة ثانية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب من لا لب له لا نصيب له في هذه الآيات واللب القلب الحي الذي يعي ويفهم ويتصل ويراصل ويتلقى لكامل حياته من هم هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفلنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات استجاب وللا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن سيئاتهم ولأدخلنا مجنات سجه من تحت الأنهى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم هؤلاء يعيشون مع الله إلا أو مع الطبول والمزامير ووقص العواهر ما حل بناء من فعل هذا بناء أصابع الثالث تحولت بيوت أكثر المؤمنين إلى مباءات الشياطين رحلت الملائكة الأطار والرسول الحكيم المعلم والمبلغ صلى الله عليه وسلم يقول في وضوح وصراحة إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صوغة وصور معلق في جدار لغاية ومهمة لستر النافذ وما فيها فيقول يا عائشة أزيلي عن قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صوغة كلب فقط ولا صوغة والذي يجلس وعاهة تغني أمامه وامرأته تشاد وبناته وبناته عوانس يشاهدنا وأولاده بالغونا في سن المراقبة ويشاهدون كيف يجوز هذا أقسم بالله لو أجبر مؤمن على هذا لا وجب أن يهاجر ولا حل له المقام لو أجبر ولكن من جبرنا فقط اتبعنا الهوى وجرينا وراء وساوس الشراطين قرأنا اليوم في صحيفة معروفة تقول الإحصائيات في أمريكا في السنة الواحدة نصف مليون فتاة تغتصب ويزن بها وتفجر ماذا تقول في السنة الواحدة هذا الذي ذبط بواسطة الشرط ورجال الدرك نصف مليون إمراء تغتصب وتضع وبعد يجوز لاقتدابهم والإئتساب حياتهم والتنذذ بباطلهم والله ما كان شيء من هذا إلا الانتكاس والهبوط حتى نصبح أذل الناس وأخصهم بدل ما يقى في البيت كتاب الله وتتفي آيات الله والأم تبكي والأب يمسح دموعه والابن يقى أو الأب يقى والأولاد يبكون والبيت كله نور ورحمة فتمتلي قلوبهم بالنور فلا شره ولا طمع ولا تكارب على أوساخ الدنيا وقاذورتها يحول إلى مباء للفساد الأضاحيك والسخرياء والشره والطمع وعدم الشبع بأي مادة لأنهم فتحوا أبواب الفثنة لأنفسهم اللهم لك الحمد أنك ما أكرهت مومنا ولا مومن أبدا ولا صلت عليهم من يكيرهم ولكن مدوا أعناقهم للشياطين وأصبحوا يمتثلون أوامرهم ويطبقون ما يأمونهم به ويفعلون لما يقول الشيخ هذا أقول إذا قال لك إيش فيه لماذا هذا الجمود وهذا الركود وهذا اليبوس لما لما نرقص كما يرقص لمن من شاهد كما يشاهدون هذا الذي يقولون أو نحن نقول نتحد إن كانت هذه المناظ والمظاهر تنتج خيرا تقدم لو أن شخصا قوت عائلته مرتبط بهذا التلفاز في بيته نقول يطلب قوت لو أن شخصا بمنظر هذا يزيد بصره وتقوى حدته ويصبح ذا عينين نقول لا بس حتى أرى المنكر ويأى المعرف لو كان هذا يزيد في الطاقة البدنية يصبح يصوم ويقوم ويرابط نقول كذا ما الذي ينتجه إلا أن نغضب الله ورسوله والملائكة أعوذ بالله أعوذ بالله أي موم يغضى بهذا دلون عليه والله لا وجود له بكارة في الشهر الوعد عشر الاف جريمة ترتكب في فرنسا نجري وراء ماذا نقلد من لأن هذه الآيات ما سمعنا بها لأن ما تقرأ على الموت هيا نتدبر اسمع الخبر لله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات جمع آياء بمعنى العلامة الدالة على شيء حق وصدق إيجاد هذه السماوات السبع وهذه الأرض وما في الكل من هذه المخلوقات من أوجدها فليشير العزير أو عيسى بن مريم من أوجدها لن يسعوا من الله أن يقول الله إذن تعرفوا إليه واسألوا عنه وأحبوه لجلاله وكماله وخافوه لقدرتي وعظمته وعظمته والله لكما أخبر تعالى إن في هذه المخلوقات آيات أكثر ضوحة من الشمس دالة دال على وجود رب خالق وعلى قدرة لا يعجزها شيء وعلى علم أحاط بكل شيء وعلى حكم لا تفارق شيئا وعلى رحمة لا يخلو منها شيء كيف ما نعرف الله يبقى يبقى قوله تعالى لأولي الألباب من هم يا ربي الذين يذكرون الله قياما وقعودا ثم أولي الألباب أولي القلوب الحية فالقلوب منها منتكس لا يعيه ولا يفهم ومنه يتلقى ويأخذ ويعطيه كالجهاز المادي في جهاز الإرسال التلقي وإذا فسد ما فسد هذه القلوب التي أصحابها يشاهدون الآيات في الكون فيعظمون الله ويبكون بين يديه ويلجأون إليه ويعتصمون به هذا الرب العظيم لأنهم أصحاب قلوب حية عرف هذا العدو فقال لا أفسدن قلوبا حتى أتركهم كالبهايم ينزو بعضهم على بعض كيف أفسدوا القلوبا بالدعاوى والأباطيل والتحسين والتزين والصوى وا 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 حتى هبطوا بهذه البشرية إلى مستوى البهايم كيف تقول هذا يا شيخ نصف مليون ماء يفجر فيها بالقوة وتغتصب بعد هذا نقول شيئا أما السريق والتلصص والقاتل والإجرام والكذب والخيانة وخلف الوعد لا تسأل همطوا إلى الأرض ومن فعل بماذا بنوا عمنا آل يهود وإلا المسيحية كان تاقيا كان أهل يخافون الله يبكون من خشف الله يحبون في الله وقعوا لذلك قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هل يهودا والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصى هذا صحيح كلام الله وإلا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ووهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيذ من الدمع مما عرفوا من الحق من أفسدهم اليهود ثلاثة أربع النصارى هم بلاشفة حمر ثلاثة أربع النصارى هم لاحدة لا يؤمنون بالله ولا بلقائه فلهذا يرتكبون يرتكبون هذه الجرائم قلت لكم مرة وأنا صبي غلام كهذا جاء حاكم فرنس إلى القارياء إمرأته والله على وجه النقاب الخفيف كالذي على نسائكم أقسم بالله أزيد وإلى لا الجيش المكون من المستعمرات العسكري المسلم على رأسه طربوش أحمد حفاظ على دينه والله العظيم والعسكري الكافر برنيط على رأسه ولا ألزم ولا أجبر المسلمين أن يتزيئوا بذيهم كانوا يفهمون معنى الدين لكن من مسحهم ومسحهم أهل يهود لماذا من أجل أن يعلوا فوقهم ويسودوا ديارهم وأغراحهم من أجل أن تعود مملكة بني إسرائيل الليلة لا أحسب أحدا يبيت التلفاز في بيته إن شاء الله من السامعين أو السامعات الليلة يوقع القرآن في البيت ويثل كتاب الله وتجتمع الأسرة أسمعني يا أبتي شيئا من القرآن أو أسمعيني يا أمه أو يا أختاه يوقع القرآن في البيت ويسمعون الله أكبر لا مزامر ولا غاني ولا رقص ولا ولا إيه نعم مسلمون ما عرفتهم مسلمون أسلم لله قلوبهم ووجوهم فلا يحبون إلا ما أحب الله ولا يكرهون إلا ما يكره الله إن في خلق السماوات والأرض وإيجادهما وفي أجزائهما ومكونات وجودهما آيات اختلاف الليل فهو النهار هذا الليل هذا النهار لحكم عالية ولقدر عظيم الآن أين النهار ذهب أين الليل ها هو بعد الساعات يرحل هذا ويأتي الثاني لماذا للعبث يعني لللهوي الباطل سبحانك ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذن كيف يجلسون أمام تلفاز ويسمعون مغنيا دلوني يذكرون بصيغة المضارع دائما وأبدا قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذن كيف يوجد الباطل في بيوتهم أو مجالسهم لعل هذه اللغة ما هي واضحة الذين يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم أو بقلوبهم مرة وبألسنتهم وقلوبهم مرة أخرى فعلى كل أحاينهم قائمين كانوا أو قاعدين أو نائمين على جنوبهم موصولون بالملكوت الأعلى لعل هذا مستحيل هذا بعيد هذا يقال هذا كلام أنتم تعرفون لن يستطي أحدنا أن يخلو عندك إلا ساعة بل دقائق إما بقلبه ولسانه أو بقلبه أو بلسانه وإن كانت الآية تدل على الصلاة عند الحاجة إليها إذا عجز يصل لقاعدة وجالسة لكن ليست في هذا أبدا هذا عام يذكرون الله قيام في كل أحاينهم وهذه الصديقة عائشة الحبيبة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحاينه ما في حين ما يذكر الله تعالى وهذا شأن المؤمنين تمشي معه تتحدث تذكر الله عز وجل تجلسون تذكر الله عز وجل تتناولون الماء تذكرون الله الطعام تذكرون الله تفترقون تذكرون الله نعم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكعون في خلق السماوات ليسوا كالبهائم يتفكعون بقلوب معقول في خلق السماوات في خلق السماوات والأرض هذه الأجرام هذه الأفلاك هذه الأنوار هذه الأمطار هذه الكائنات من أوجدها لما أوجدها لما 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 فيزداد إيمانهم يرتفع منسوبه إلى درجة اليقين إلى عين اليقين إلى علم اليقين حتى يصبحوا كأنهم مع الله موقنون ويقولون بعد التفكر بعد النظر ربنا يا ربنا ما خلقت هذا باطلا لهوا ولا عز وجل باطل بلا فائدة بلا نتيجة بلا مقصود حاش لله عز وجل ثم قالوا سبحانك تنزيها لك وتقديسا عن كل ما هو نقص وأنت العلي الكبير سبحانك سبحانك أشرح معنى سبحانك أنزهك ننزهك يا ربنا عن العيب والنقص والعجز واللهوي واللعب والباطل أن تخلق هذه العظائف المخلوقات لا لشيء إلا لمجرد حاشاك ننزيك ونقدسك ثم قالوا له فقنا عذاب النار إذا فبناء على إيماننا ويقيننا وعلى عظمتك وجلالك وعلى إنعامك ورحمتك وإفضالك قينا عذاب النار لا تعذب نبي عذاب النار آمنوا بالعالم الثاني ذو الشقين علوي هو داع السلام وفيها من نعيم مقيم وسفلي هو داع البواء والجحيم ما فيها من شقا وعذاب أليم آمنوا فقالوا فقنا عذاب النار ثم قالوا ربنا الآن ترى أنهم مع الله ما جلسوا ولا زكتوا إلا يذكرون الله ربنا إنك من تدخل النار لو قيل لي ما يقيكم عذاب النار لما تسألون أن يحفظكم وأن يبعدكم عن عذاب النار قالوا يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وهل عاقل يرضى بالخزي الحي يعي ويفهم ويبصي من أصحاب الألباب يرضى بالخزي والعياذ بالله إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين وما للظالمين من أنصار كلامنا هذا من عندهم يذكره الله لنا وما للظالمين بالشرك والكفر والإجرام والذنوب والآثام لأن الظالم الذي يضع الأشياء في غير موضعها من هو الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه الآن يدخل أصبعيه عبد الله ويقول يا ليلة يغني بينكم ظلم ولا لا هذا مكان غاني أو يدفع بعض إخواني نأم يبعد دعني أنام أستريح في الحلقة ظلم هذا ولا لا وضع شيء في غير موضعه أوضح من هذا عند باب المسجد يا خرى أو يا بول هذا موضع الخر والبول في الطريق الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالذي يعبد غير الله بالاستغاثة والنداء واتقع بلا هذا المخلوق وضع العبادة في موضعها ظلم أخذها من الله هو المستحق لها لأنه الخالق المدبر الحكيم وأعطاه لعبد القادر الجلالي أو عيسى بن مريم ظلم هذا ولا لا ومثله بيت المؤمن بدل أن يذكر فيه الله ويتلى فيه كتابه ويتحدث فيه عن الدار الآخر وكمالها وجمالها في عاهرة ترقص ومغني غني وكافر يلوّر رأسه ويتبجح ونساء المؤمنات يشاهدنا أعوذ بالله أعطوني شيخا كبيرا أنت هو لا صغير أقسم بالله لقد عاش المسلمون قهونا ما يسمح لمرأته أن تفتح عينيها في رجل هذا الصح والباطل والحجاب لما ضرب ما يدى أن تخرج أبدا حتى لا يراها فعل من الفعول فكيف إذن نأتيها بشهر الخالق وتعايش معهم وتضحك بأضحكهم على كل حال ما كباتوا اليهود ومددنا عناقنا لأننا ما قرأنا هذه الآيات ولا اجتمعنا عليها ولا سألنا ما معناها ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من عنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي آمنوا بربكم فآمنا قالوا ها في صراحة وإلى لا من دعهم الإيمان رسول الله أنبياء الله أولياء الله كتب الله وأعظمها القرآن الكريم سمعنا مناديا يناديا أن آمنوا أن تفسيريا فأن آمنوا بربكم أي بخالقكم ورازقكم ومولاكم فآمنا فبناء على هذا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمراء هؤلاء يتحدثون مع الله ولا لا الله بلا حجاب ولا فاصل كلام هذا مع الله وقصه الله علينا كما هو أخفلنا ذنوبنا أمحوها أسطرها وكف عنا سيئاتنا أمحوها ولا تذكرها لنا حتى نتهيأ حتى نتهيأ لدخول الجنة ومطلب آخر وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار الذي ينزل بنيورك أو باريس أو لندن فقتل الترفه والحياة الطيبة كما يقولون هذا يريد أن يموت مع الأبرار هل هناك أبرار بل فجار وكفار فلهذا لا يحل لموم يوم بالله وليوم الآخر أن ينزل بين الكافرين وأن يقيم بينهم إلا من ضرورة وهي كالتالي أولا أن يكون سفيرا تبهتم يحمل رسالة لدولة الإسلام يبلغها أو يكون تاجرا يأخذ بضايا أو يفرق بضايا ويعود أو يكون طالب علم فقده في دياره وحاجة المسلمين إليه تلح وتطالب أو يكون مرابطا يجاهد وقد بينا في رسالة وما قرأها أحد ولا عرف إنسان إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام وقلنا نحن ننادي الرابطة ما تسمع هذا الرابطة يا رابطة اربطي بحق كوني لجنة عليا يشاك فيه كل إقليم كل بلد إسلامي هذه اللجنة العليا تفرض على كل مؤمن ومؤمنا دينا في العام الواحد للجهاد فتتكون أكبر ميزاني عافة الدنيا ثم هذه اللجنة تقوم ب وضع خارطة للجاليات الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تكون أمامنا فرنسا فيه ثلاث ألاف مسجد مراكز الدعوة فيها في كذا وكذا كل العالم الإسلامي وتقوم هذه اللجنة بالإنفاق على التعليم والدعوة إلى الله ما نطلب من المواطنين فلسا واعدا وهي التي توزع الكتاب الذي يجمع قلوب المؤمنين ويقضي على الفرق والمذهبية والطائفية بينهم إنهم مسلمون قال الله قال رسوله حينئذ يصبح أولئك المهاجرون موابطين في سبيع الله عندما تطيب قلوبهم وتزكو نفوسهم ويصبحون يمثلون الإسلام في سلوكهم في منطقهم في معتقدهم يصبحون نائبين عن أمة الإسلام في الدعوة إلى الله عز وجل في ذاك الوقت المقيمون في أوروبا في الصين في أمريكا من هذا النوع والله لم يرافطون في سبيع الله ولا ينتشر الإسلام بصورة عجب وما من عام إلى آخر إلا وقد أعلن الدولة الإسلامية في الإقليم الفلاني ولكن فعن جماعات متناحرة مذهبية قبلية طائفية تبهتم كما هم في بلادهم وهكذا ماذا نقول أين الرابط تقول الرابط ما وجدنا من نربط قلوبكم ممزقة وأراكم متفرقا وبلدانكم وأقاليمكم معتزة بها ما سطحنا نربط شيئا أعطونا القلوب التي نربطها هذا لسان الحال إيه والله هذا لسان الحال إذن سامحناها قال يقص تعالى عنهم ويحدثنا عن هؤلاء وتوفنا مع من مع العبار على إيمانهم ومعتقدهم وسلوكهم وآدابهم وفي بلادهم لا نموت مع الكافرين ونبعث مع الأشقياء والخاسرين ربنا ما زال يسألون والله يعطي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك أي على ألسنة رسولك ماذا أولا أن تنصرنا وتعلي رايتنا وترفع شأننا وتعزنا في الدنيا ولا تخزنا يوم القيامة طلبوا طلبوا مطلبين وإلى لا الأول ما وعدتنا على رسولك بالنص والتيجيد وإلى لا لينصوا أن الله واصوله ثانيا يوم قيامة ما تخزينا بإدخالنا النار لأن أعظم خزي أن تجد نفسك في عالم الشقة إنك لا تخلف الميعاد الوعد والميعاد بمعنى إذن هنا قال تعالى فاستجاب لهم أبوهم طلبوا طلبات كثيرة وإلى لا ومع هذا قال فاستجاب لهم أطلب يا عبد الله البصير الموقن فالله يستجيب لك هم طلبوا الذرية والأولاد طلبوا كثرة المال طلبوا التنفه ماذا طلبوا هين ننظر طلبات ما هي أولا قنا عذاب النار كذا ولا فقنا عذاب النار ثانيا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا رابعا وتوفنا مع الأبرار خامسا وآتنا ما وعدتنا على وصولك من النصر والتي سادسا ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخذنا فاستجاب لهم ربهم كم طلب طلبوها ستة أو سبا وكل واحدة تساوي الدنيا ما فيها فاستجاب لهم ربهم ماذا قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكين أو بعضكم من بعض تنبهوا أني لا أضيع كسل كاسل نوم نائم رقص راقص صياح صايح ماذا قال عمل عامل لا أضيع عمل عامل منكم قد عمل سواء كان رجل أو مرأة عامل ماذا في دائرتي طلب رضان الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه عمل عامل منكم من ذكر أو أنثاء ثم قال بعضكم ما في فرق الرجل من المرأ وإلى لا أنت مانت من أمك وأمك ماهي من أبيها وهكذا بعضكم من بعض لا فرق ولهذا العاملون في الدار الآخرة يثابون على قدر أعمالهم لا قيم لا الشرف ولا النسب ولا الذكر ولا الأنود للحكم الذي عرفتموه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بعضكم من بعض لا فرق بين رجل المرأة لا تفهم أنك إذا صمت أرجعك أكثر من صومه إذا صامت أو أنك إذا ذكرت الله أكثر أجمع والله ما كان على حد سرى والجزاء كذلك على حد سرى أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلحكمه العالية جعل مراث المرأة نصف الرجل لأنها هي مضمونة العيش أبوها ينفق عليها رغم أنفه تزوج زوجها رغم أنفه ولدت أولادها وأنت أيها الفحل ومن ينفق عليك أن تتعرق وتكدح ثم يتبجحون وينتقدون الإسلام وهم أبغاء بهم لعنة الله عليهم الذي يعترض على من على أستاذ الحكمة ومعلمها على خالق الحكمة هذا أحمق مجنون لا قيمة له قال فاستجاب لهم أبوهم أني بأني لا أضيع عمل عامل منكم قل أو كطر ألحسن بعشر أمثالها من ذكي أو أنثاء بعضكم من بعض إذا تساءلت وقلت كيف بعضكم من بعض الرجل من المرأة وإلى لا والمرأة من الرجل فالذين هنا ما نحن منهم إلا أن يشاء الله الآن قال تعالى بعدما أعلن عن استجابة وإلا لا الكاملة قال فالذين هاجروا أي ديارهم وتركوا أموالهم ونساهم وذراريهم كما فعل الكثير من أصحاب رسول الله من مكة هاجروا وأخرجوا من ديارهم بعضهم هاجر بقدرته وبعضهم أخرج بالقوة كذا ولا لا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي في سبيلي الإيمان بي وعبادة وحدي في سبيل حبي وطاعة ما آذوهم من أجل مال ولا ولد ولكن من أجل الله وقاتلوا وقتلوا قراءة أيضا التقتيل قاتلوا الكافرين وقتلوهم وقتلوا منهم هؤلاء وعزتي وجلالي لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنار ثواب من عندنا ثواب من عند الله والله عنده حسن ثواب مرة ثانيا فالذين هاجوا هاجوا مما وماذا ما استطاعوا أن يقيموا بين ظهران الكافرين أليس كذلك فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قبل الناهي التي تدل على الموطن يشغلنا على جبل على خمسين كيلو تشاهدها يعني أبعد من ذا والكفر حتى الناء ما تشاهد الناه البعد هاجوا هذا صنف من الناس قاديون على الهجة هاجوا وآخرون أخرج بالقوة وأنا أستعجل آه وقد قلتها والله إن لم تتكون تلك الرابطة وتقوم بتنظيم هذه الجماعات الإسلامية في بلاد الكفر وتقوي إيمانها وتقوي أنوار قلوبها وتصبح تلك الجماعات جسم واحد ويتجل من خلالها النور لا خيانة لا غش لا كذب لا تلصص لجريمة لا فزق لا بجور عقيدة واحدة سلوك واحد فيأخذ الإسلام ينمو وأنواعه تلوح وتغمتك البلاد بإذن الله والله العظيم لأن لله سنن لا تتبدل أبدا والله لو استقام المسلمون في أي بلد في بلجيكا استقامة حقيقية لا دخلت البلاد في الإسلام في أقل من 25 عام هذا الوضع الآن أخشى أنهم الأيام يلقون إخوانكم في البحر يقتلون يحرقون يدفعونهم هكذا في البحر يلقونهم من الطائرات كهذا اليوم لا سيماء وهم الآن يحدثون هذا بأنفسهم تحت الجهاد فيفجرون القطارات والسيارات في فرنسا تباة ما إن تغضب يا ويلنا أنت تجاهد في بلاد الكفر من إمامك ماذا تؤيد بالجهاد قل لي لا تفهم لما إذا تتكلم سمعتم هذا ولا لا ومن يعيش يرى فالذين هاجوا وأخجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا قاتلوا بإمام ورايا وأن لمن أنفسهم آه والله ما قاتلوا إلا بإذن الله عز وجل أوذينا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصيم لقدير من قائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موبي الهواء والفهم السيئة أهوذ كان غير مأذون لهم وإن لا يشاهدون إخوانهم يعذبونا يكون بالنار ما أذن رسول الله أن يقول أحدهم كلمة أو يتعرض لآخر هل فهم إخوانكم هذا أم يجاهدون وأراد أن يجاهدوكم أنتم أيضا كتاب الإيمان يا للجهل والعماء ما استطعتم أن تلتيموا وتكونوا كجسم واحد يا أهل الإقليم الفلاني وتبايعون إماما ربانيا ويقودكم ويهوضكم شهر وعام وعوام حتى تصبحوا أم واحدة إذا قلتم الله أكبر إنهد البناء هذا ما نستطيعه فقط الشتم والتعيير والتقبيح والتلويث والتقسيم والجهاد بسبب الله ولا بصير ولا وعي ولا ولا إذن وآخيرا وعدهم الله ووعده الحق وهو لا يخرج المعاد لأكفرن عنكم سيئاتكم ما طلبتم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنار ثوابا جزاءا من عند الله والله عنده حسن الثواب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وحشنا في زمراتهم ربنا هاجرنا من أجلك وقد نهاجر وانا قلت لكم أنت تسكن في عمارة فيها الأغاني والمزامير وتخاف على نفسك وأنك أهجر هذه العمارة يجب أن تنقل إلى مكان آخر أنت في عمل تشتغل فتخاف على دينك تسمع الباطل والشر وتقع في أذى هجر انتقل إلى مكان آخر الهجر مفتوحة الباب إلى يوم القيامة حتى تطلع الشمس من غير بيار في قرية ما استطعت أن تعبد الله فيها مضايق هجر وخرج الهجر مفتوحة الباب يبقى وقاتلوا وقتلوا هذا لابد من راية ترفرف إمام المسلمين قال حي على الجهاد نأزحف على ديار الكفري حينئذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقبعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأباء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضي عمل عامل منكم من ذكر أوثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هيا مع الشرح الموجز قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين قال معنى الآيات لما قال اليهود تلك المقالة السيئة تذكرونها تقدمت قالوا لن نوم حتى تأتيها بقربان تأكله النار إلى غير ذلك لما قال اليهود تلك المقالة السيئة وهي أن الله تعالى فقير ونحن أغنيا وحرفوا الكتاب وبدلوا وغيروا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا على باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على عمى في بصائرهم وظلال في عقولهم فذكر تعالى من الآيات الكونية ما يدل على غناه وافتقار عباده إليه كما يدل على ربوبيته على خلقه وتدبيره لحياتهم وتصرفه في أمورهم وأنه ربهم لا رب لهم غيره وإلههم الذي لا إله لهم سواه إلا أن هذا لا يدركه إلا أرباب العقول الحصيبة والبصائر النيرة فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نعم إن في إيجاد السماوات والأرض من العدم وفي اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والظلام والضياء والتعاقب بذهاب هذا ومجيء ذاك دلائل واضحات على غنى الله وافتقار عباده وبراهين صاطع على ربوبيته لخلقه وأولوهيته لهم هذا ما تضمنته الآية الأولى وأما الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت وصفا لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيهتدون إلى معرفة الرب تعالى فيذكرونه ويشكرونه فقال تعالى عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا شامل لحالهم في الصلاة وخارج الصلاة وقال عنهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي في إيجادهما وتكوينهما وإيداعهما وإبداعهما وعظيم خلقهما وما أودع فيهما من مخلوقاته فلا يلبثون أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا أي لا لحكم مقصود ولا لهدف المطلوب بل خلقته بالحق وحاشاكا أن تكون من اللاعبين العابثين سبحانك تنزيها لك من العبث واللعب بل خلقت ما خلقت لحكم عاليا خلقته لأجل أن تذكر وتشكر فتكرم الشاكرين الذاكرين في دار كرامتك وتهين الكافرين في دار عذابك ولذا قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار والظالمون هم الكافرون ولذا يعدمون النصير ويخزون بالعذاب المهين وقال عنه في الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والمنادي هو القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بإيمانهم لربهم طالبين أشهر المطالب وأسماها مغفرة ذنوبهم ووقاية ووفاتهم مع الأبرار فقالوا ربنا فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وهو ما جاء في الآية وأما الآية الرابعة وأما الخامسة فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من النصر والتمكين في الأرض هذا في الدنيا وأن لا يخزيهم يوم القيامة بتعذيبهم في النار فقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد أي وعدك الحق وفي الآية السادسة ذكر تعالى استجابته لهم فقال لهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بل أجازل كل بعمله لا أنقصوا له ذكر كان أو أنثى لأن بعضكم من بعض الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر فلا معل التفرق بينكم وذكر تعالى بعض أعمالهم الصالحة التي استوجبوا بها هذا الإنعام فقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وواعدهم قائلا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وكان ذلك ثوابا منه تعالى على أعمالهم الصالحة والله عنده حسن الثواب فليغب إليه وليطمع فيه فإنه البلد الرحيم هذا شرح الآيات الست والآن هداية الآيات هيا نتذكر نتفكر نستمت هذه الهدايات الموجودة في الآيات أولا وجوب التفكر في خلق السماوات ورعونا للحصول على المزيد من الإيمان واليقين وجوب التفكر عندما هو واجب إيمانك لا يثبت ويقينك لا يتحقق إلا بالتفكر أصبح التفكر واجب وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض للحصول على المزيد من الإيمان والإيقان يبقى التفكر في خلق السماوات في المخلوقات كلها ينتج الإيمان واليقين هل يجوز أن نتفكر في ذات الله الجواب لا يقول صلى الله عليه وسلم تفكروا في آياته ولا تتفكروا في ذاته فإنكم لا تقدرون الله قداه التفكر في هذه الآيات الكونية أي المخلوقات الدالة على وجود الله هذه هي الآيات واجب لاستخراج الإيمان واليقين والتحصيل عليهم التفكر في ذات أنت عاجل أنت تفكر في ذات الله ما عندك قدر أبدا ما تستطيع لعجزك فقط وإن قلت كيف قلنا لك الآن الملائكة تحفنا رأيتهم انظر عاجز ما تقدر عقلك محدود الطاقة كبصرك وسمعك أنت تسمع هنا اسمع كم ميل عشر كيلو متر هذا الصوت وبعد ذلك ما تسمع تبصر وانظر ما تحت الجبل خمسة كيلو بعد ذلك ما أصبح لبصرك طاقتك البدنية احمل الشيخ والكرسي آه ما أستطع محدود ولا لا عقلك كذلك والله محدود فلهذا لا تتفكر في ذات الله فإنكم أعجز من أن تدركوا شيئا ولكن تفكروا في مخلوقاته بذلك يثبت إيمانكم ويزيد يقينكم منين أخذنا هذا من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قيام ويقعود ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما أخلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار وأنتم منهم إن شاء الله ثانيا استحباب تلاوة هذه الآيات إن في خلق السماوات إلى آخر الصورة وهي إحدى عشر آية وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك فالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبحتم الحمد لله كلكم تتون هذه الآيات ولو قبل الفجر بخمس دقائق ولو طلع الفجر ثالثا استحباب ذكر الله في كل حال من قيام أو قعود أو اصجاع أي النوم بل على كل الأحاين كما قالت أمنا عن نبينا إذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحاين اللهم إلا عند التخلي للتبرز إذا كنت على كرسي المحاض عندما إذا تدخل قدم رجلك ليسر أولا واستعذ بالله ثمات اللهم إن يعوذ بك من الخبث والخبائر رجس نجس الشيطان رجيم بسم الله الذي لا إلى إله ثم أغمي برجلك ليسر تدخل وإذا دخلت فلا تذكر الله وإن كان المال الوضوء هناك توضى ولكن لا تقول بسم الله خليه في قلبك إذا خرجت قدم رجلك اليمنى لما قدمنا اليسر في الدخول النجاس قدم لها الأنجاس وإلا لا أو نسيتم اليسارين إذن وإذا خرجت من هذه الورطة تنجو أول ما ينجو اليمنى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين عرفنا هذا قبل أن تعرف اليهود الشيوعية ونشرى في العالم وما زال يتبجحون اليساريون في بلاد العرب اليساريون أمسخ هذا أم ماذا قال ثالثا استحباب ذكر الله في كل حال من قيام أو قعود أو اتجاع منين أخذنا هذا الاستحباب أما وصفهم الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبهم وهذا في الصلاة وخارج الصلاة واللطيف فالمستمعون فيهم من لازموا الدرس وعالموا أكثر منا وفيهم من ينسى مثلي والذين جاءوا زوار ما عندهم هذه اللطيفة لما لما تخرج من المحاط أول ما تلقي برجلك اليمنى وتخرج قل غفرانك ربنا وإلى المسلم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي رزقني طيبا وأخجه مني خبيلا أذكار هذه عند الخروج من المرحاض لما يقول غفرانك ما قال اللهم اغفري جملة فعلية طويلة غفرانك كأنه شعر بأنه قضى دقائق قد تطول وتقصر ما ذكر الله بها ماذا فكيف يستدرك ذلك غفرانك وشيء آخر لما يفرز الإنسان البول والخرى يفرزه ما بسهولة بيسر كم من إنسان تعذى بوله أو تغوطه فرضي أن يخرج من كل ما يملك ليخرج منه العاذية أليس كذلك يا دكتور أحمد وأنت طبيب جراح لولا لطف الله وتدبيره يبقى الطعام والشراب والبول إصرخ يجو لك عملية جراح يخرج البول كل يوم ما في حياته هذه النعمة تنسى وتكفر ويبول ويخرج لك الحيوانات لا يذكرنا الله ولا يشكرنا من هؤلاء أهل 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 جهال أما العالمون غفرانك ربنا وإليك المصير استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في العمر هذا رقم الرابع صنبط من الآيات استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في الحياة ولو مر تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار اللهم قيني عذاب النار ولو مر لكن نحن كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر أربع كلمات ما صلى الرسول صلاة إلا تعوذ بالله منها على الأقل في الفريضة إذا استعجلت في النافلة بعد أن تحي الرحمن وتقول التحيات لله والصلاوات والطيبات كلها لله تواجه الرسول الكريم بين يديك وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قلت لكم أعيدها والله العظيم إذا غفلت أحييت الرسول لما نمع أعيدها ما طابت وجها لوجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأحاول أن يكون منطقي كأنه بين يديك ما هي بربري هكذا لو تقف بين يديك رسول كيف تسلم عليه أعرفتم نحتاج إلى مولد في العام مرة لنذكر النبي صلى الله عليه وسلم أين يذهب بعقول قومنا نحن مع رسولنا في كل صلاة نواجهه بالتحية والسلام عليه أو ننساه نتركون اشتغي بالباطل واللهو وإذا جاء العام جاء شهر ربيه نقيم ذكر للرسول السلام وإذا قلت بدع خطأ تتره النبي أنت لا إله إلا الله أين يذهب بعقول المؤمنين يا شيخ عقولهم غطاها غشاها الجال ما عافوا الله ولا الطريق الموصل إليه فهم يخبطون ويتخبطون الذي تسلم عليه وجه لوجه كأنه بين وتصل والله على الفور إذا قلنا اللاسك قلوا نعم وهذه من خلق اللاسك من خلق أمواج الأثيري أليس الله والرسول صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني قال استحباب ذكر الله في كل حال من قيام أو قعود أو اصطجاع رابعا استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في العمري لأن الله أوجبه لكن بدون عد ولو مر لكن كما علمتم عندما نحي ونصل وبعد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فوالله ما يبقى عبد صالح فالأرض ولا في السماء إلا نالته تحيتك هذه من حملة العرش والملائكة إلى الأرض ما من عبد صالح إلا نالة هذه التحية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من علمنا هذه التحية ابتكرناها اخترعناها قالها سيدي فلان هذا رسول الله صلى الله وسلم هو الذي علمنا كيف نحيي أهل الأرض والسماء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم نصلي على رسول الله صلاة أعظم الصلوات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسمعوا ذي أكمل صلاة على الإطلاق ورد من صياغ الصلاة والسلام على الرسول نيف وثلاثين صيغة هذه أكملها وأتمها قد تنقصها لما تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حمي المجيد وبارك على محمد قل اللهم تنقص هذه الصيغة أكمل الصيغة هل عرفتم من يقوم يسمعنا أنت زادك الله نوعا أخذت ما عندنا فين الطلاب بارك الله فيك زادك الله نوعا الوحيدين الحمد لله أكمل صلاة بعد هذه الصلاة نستعيد بالله من أربع أخطار عظيمة اللهم إن يعود بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شري فتنة المسيح الدجال هذه أربع في كل صلاة وإن زدت زادك الله كانت تقول من هذه حبيبتنا ذي أمنا ذي عائشة التي تورط الهالكون بنقدها وطعنها والقول السيء فيها اللهم العنم عائشة تقول ما صلى الرسول صلاة إلا قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وأعوذ بك من شري ما استعادك من عبدك ونبيك ورسولك محمد اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وأعوذ بك من شري ما استعادة من عبدك ونبيك ورسولك محمد هذه دعوة عامة إذن رسول ما سأل الله إلا خيرا وما استعاد بالله إلا من شر وهو أعلم بالخير والشري اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وأعوذ بك من شري ما استعاذ من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين وبعدها اللهم صلي على ملائكتك والمقاربين وعلى أنبيائك والموصلين وعلى أهل طاعتك أجمعين تتملق الجبار ليستجيب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرفت وما أصرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وسلم وفز بها أصحاب هذه الأذكار عندهم له لعب ما هو ممكن الذين يذكرون الله قيام وقعود على جنوبهم في كل أحايم يلقصون ويصفقون يجلسون أمام اللاعبين يضحكون كيف هذا قال خامسا من أين استنبطنا استعاء استحباء وتعود من النار من الآية فقنا عذابنا خامسا مشروعية التوسل إلى الله تعالى بماذا بسيد عبد القادر بفاطمة الزهر ببركة مولاي إدريس بما نتوسل الله بماذا قال مشروعية وسيلة التوسل في العالم العلماء والجهال والكل اللهم إن أسألك بحق فلان أسألك بجاه فلان ما يعرفون إلا هذا ماذا فعل بنا هذا الثالث أبعدنا عن الله يتوسلون إلى الله مئات التوسلات لا يقبل الله من واسئ كل افتراء تكرم وخلاصة القول ما كنا لعب التوسل إلا بجاه فلان وبحق فلان اللهم إن أسألك بحق فلان أسألك اللهم بجاه فلان أما بالصلاة بالزكاة بالقيام بتلاوة القرآن بالإحسان بالذكر أبدا ما يعرفون هذه الجماعة التي نحن إن شاء الله منهم ولكن ما قاتلنا ولا قتلنا تبهتم كيف توسأل قالوا ماذا أغفع صوتك ربنا إننا سمعنا مناديا لنادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إذن فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيادة عرفتم كيف توسلوا بإيمانهم وصال أعمالهم وإلى لا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأجبنا فآمنا إذن فبناء على هذا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأضرار قلنا لهم يا إخواننا يا عباد الله هذا القرآن الكريم في أحداث جليلة عظيمة في محن أصابة الأنبياء ووصل الصالحين يئتون بواحد قال أسألك بحق فلان فالقرآن أو أتوسلك بجاه فلان منين جاءت الوسيلة بحق فلان أو جاه فلان من صنع الثالوث الأسود لما حتى لا يستجاب لكم يا أمة الإسلام حامونا من الوسيلة وقدموا لنا هذه الرذيلة بجاه فلان وحق فلان جاه فلان من هذا صاحب الجاه الذي يعطيك الله خوفا منه يعني وبحق فلان ومع هذا يعوى عن الإمام الأعظم أبي حنيف النعمان قال من سأل الله بحق فلان فقد كفر كيف وجه الكفر يعني ما تعطيني أنت من فضلك ولا إحسانك ولا ولا أعطيني بحق فلان عليك كفر هذا ولا لا الإمام الأعظم أبو حنيف النعمان أول إمام في العالم هو سيد الأيمة الأربع يقول من قال يقول من قال اللهم إني أسألك بحق فلان فقد كفر بيّن لنا وجه الكفر نشرح بيّنه بدلا يقول اللهم إني أسألك من فضلك أسألك من جودك من كرمك برحمتك يا رب لا أعطيني بحق فلان عليك يعود بالله هذا يقول إنسان لله أو ما فهمتم ما تعطيني من عندك أنت أعطيني بحق فلان عليك فيه الذي لو حق على الله أحسب أكثر السامعين ما فهموا البربري هذا أقول لما تأتي إلى الدكتور أبو عظمى تقول له يا سيد يا طبيب من فضلك أنت معروف بالفضل بالإحسان كذا أعطيني عشر يالات أو إبرة أمالها لي هذا هو المعروف ولا لا وإذا قال برغم أنفك أعطيني يجوز هذا الطلاب أعطيني بحق عليك يغضب الدكتور أبو عظمى شيئا فكيف بالرحمن جل جلاله الذي قال ادعوني أستجملكم وعلمنا نتوسي إليه ونتملقه بما يحب من الكلم والعبادات تقول أعطيني بحق فلان عليك من هذا الذي لو حق على الله خلق معه الكون كيف له حق على الله يعقب الدكتور يقول ورد في الحديث بحق السائلين عليك هذا لما تخرج من بيتك تقدم رجلك اليمنى وأن تذهب إلى بيت الرب لا إلى الدكان تقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا هذا الممشا له حق صاحبه يعطى ولما يعطى الذي يسأل الله عز وجل له حقا يعطى ولنا ما قالوا دعوني أستجب لكم فأنا دعوتك أعطيني حق الدعاء هذا أنت الذي تبارعت به وجعلت لنا حقا عليك استحباب مشروعية التوسل إلى الله تعالى بماذا بحق فلان وجاه فلان أنه انتهت ماتت لا حياة لها فرية باطنة ولكن بالإيمان وصالح الأعمال الصلاة والصدقات والذكر وقراءة القرآن وتنظيف الطريق للمؤمنين كل الأعمال الصالحة اعملها واسأل الله بعدها عطلون من العمال الصالحة وكممونا وتركونا مربوطين بجاه فلان وحق فلان والله الملايين من المسلمين لا يفهمون التوسل إلا بيعطينه بحق فلان وجاه فلان لكن الحمد لله استناع الكون هذه حدود خمسين ستين سنة قال سادسا فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله عرفنا الهجرة كررنا الحديث نمتحن أولا ما حكم الهجرة في الإسلام هو هاجب على من تجب على مؤمن ما استطاع أن يعبد الله في أرض وإن كانت ما استقطها أصيه وإن كانت دار أنسه وأهله ما استطاع أن يعبد الله فيها يجب أن يهاجر إلى أرض أخرى يعبد الله فيها واضح هذا المعنى ولا لا لا يحل لمؤمن أن يقوم أو نعيش في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه وإن كان يملك ما يملك من المال وإن خرج حافيا غير منتعل مكشوف الرأس غير مقطع وترك كل شيء وخرج ليعبد الله عز وجل ربح البيع أبا ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى هذا صهري برومي كان صانعا في مكة وكان له مال عشر سنين فلما أراد الهجراء قالت قريش والله ما تغادر بلادنا حتى تدلنا على مالكين أوا مستحيل تذهب بمالك أسمح لك وضع أيديهم على خزانته قالوا امشي الآن خاج بلا شيء ما إن رآه أبو القاس من بعيد حتى قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى باع الدنيا كلها بالآخرة باع ذلك المال بحب الله وذكره وتمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم هاي نهاجة ما نستطيع كيف نهاجة أنت في عمارة وتسمع الأغاني والله والباطل وأولادك ينتقلون إلى جيرانك ويشاهدون العاهرة تغني وكذا وأصبح منطقهم وذوقهم على ذلك أخرج من هذه الذا ما نستطيع ما نستطيع هذه الهجرة المهم الهجرة لا يغلق بابها حتى تغرب الشمس من غربها أي ما موم وجد في دار في حي في قرية في جبل لا يتمكن أن يعبد الله فيه إلا وجبت عليه الهجرة ليس يذهب من أقليم إلى أقليم بحدود المهم إلى ما كان يعبد الله فيه الهجرة فضلها قومه القرآن جعله كماذا كالجهاد مات في أقرب بلاد دخل الإسلام في جنوب ربع إذن مات مهاجر تبهتم فخرج العديد القليل من الناس في جنازته ومات الشهيد فخرج أهل البلاد فقال لهم أحد الأصحاب والله لا أفضل بين أن أموت مهاجر أو مجاهدا وقرأ الآية من صورة النساء والذين هاجوا في سبيل الله لا يدخلنهم مدخلا يوضرنه والذين هاجوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الشهيد عندنا عظم الهجرة كعظم الجهاد والمنزل سواء ويكفينا أن الله أثنى عليهم بهذا ولا لا لهم هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أماته قال فضل الهجاء والجهاد في سبيل الله لا في سبيل الوطن في سبيل الله في سبيل الوطن نسيتم سبيل الوطن هذا أنا تغنى بها البنات والبنون في دياء العرض الوطن حرر الطين والتراب وتحرر طينهم وترابهم ولم يعبد فيها الله في سبيل الله من أجل الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل وهو أن يعبد وحده بما شرع وبيّن رسوله وعلم قال سابعا المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء من أين استنبطنا هذا إني لا أضيّر عمل عامل منكم من ذكى أو أنثى بغضكم من بعض أي فرق إذن المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء العمل إذا صليت ركعتين تُعطى خمسين حسنة والماء تُعطى عشرة ممكن مستحيل صومت وإياها أنت بما أنك رجل فأهل تُعطى ميات حسنة وفلان أمك وإلى ماء تُعطى السبعين لأنه أنثى هذا ما فيه أبدا بالتساوي دخلتم الجنة الرجل يأخذ جاء مثلا جنة كذا والأنثى لا دونه والله ما كان المساواة الكاملة واسمع الله يقول إني لا أضيّر عمل عامل أميني منكم من ذكاء بعضكم بعض الآن باستثناء هذه البقعة والفؤس تضرب ليلة نهارة أصبح أنسى ورجل في العالم الإسلامي سراء موظفات مع الرجال يبحثنا مع الرجال بل تكيف استجارة فيها أيضا تبهتهم وقل من بعض المؤمنين والمؤمنات المساواة الديمقاطية ومددنا أعناقنا الله الله لو كان نساء العالم إسلامي متحجبات في بيوتهن يربينا البنين والبنات ويعبدنا الرحمن ورجال أنوارهم في وجوههم وعرقهم هكذا على جبينهم وهم يعبدون الله والله لتزلزلت الأرض بأقدامهم ولما قامع اليهود النصار في استذلالهم ويكاب ظهورهم ولكن قال تجاوزنا مركز خاص الآن تفوق فلن وزيرة لأن السحر من اليهود يسحرون ونحن ما نستعيذ بالله عز وجل ونمشي وراهم قال ثامنا استحباب الوفاة والموت بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها وذلك بالحياة معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم وهذا يساعد عليه الهجرة إذهب إلى قرية أهلها صلحاء ربانيون أبرار عيش معهم لتموت معهم أما تجلس في قرية البدع والكفر والضلالات وتموت بينهم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير وصاب وصاب وابط واتقوا الله لعلكم تفلحون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات من المخاطب بقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كبهوا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف الله له وإكرام له وإنام عليه لأن الذي يكلم الله لن يكون كسائر عباد الله وخلق الله أصبح أهلا لأن يوجه الله تعالى إليه خطاب فيأمره أو ينهى وهذه اللطيفة عرفنا في نداءات الرحمن ووجدنا الله تعالى يوجه نداء إلى المؤمنين في كتابه العزيز حتى بلغت النداءات تسعة وثمانين نداء فسر ذلك أن المؤمنين بحق أحياء كامل الحياء والحي هو الذي إذا أمر فعل وإذا نهي ترك المؤمن الحي كامل الحياة هو الذي يجيب النداء أما الكافر فإنه ميت وهل الميت تأموه وتنهى الجواب لا فأهل الذن من اليهود والنصار والمجوس في ظل راية حق أيام كانت الدولة للإسلام والمسلمين هل نعمرهم بالصلاة بالزكاة بالصيام الجواب لا أبدا نيما أجيب أموات يوم ما ننفخ فيهم روح الحياة ويشهد أحدهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يؤمر فيمتذل وينهى فيجنب حي أما قبل الإيمان فهو ميت إذن هذه الجماعة التي تجتمع على تلاوة كتاب الله ودراسته في بيت الله تظفر بهذا الكمال من أجله أن يذكرهم الله في الملكوت العلاء ما السر في ذلك مجرد أن قرأوا فقط واجتمعوا لا الحقيقة أن إيمانهم الحق هو الذي حملهم على أن يتلوا كتاب الله ويتدارسونه بينهم لأن يعرفوا ما حاب الله فيأتونا ويعرفوا ما كاره الله فيتجنبوها ويعرفوا ما هو في مرضاة ربهم فيأتونه وما هو في صخصه فيتجنبوه فلذلك فازوا بهذا الكمال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له مولاه تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وهذا إن شئتم قولوا من باب إياك أعني واسمع يا جار فإن بعض المؤمنين وخاص ضعاف الإيمان قالوا ماذا فعن بإسلامنا الكفار يتجولون في الصحارة من الشام لمن في تجاراتهم وأموالهم ونحن محصورون في هذه البلاد على شضف من العيش وعلى تعب وألم ناطقوا بهذا ولم ينطقوا جال في خواطرهم فمسحه الله عز وجل لا يغرنك أيها المؤمن تقلب الذين كفروا في البلاد في المال والتجارة والكسب والطعام والشرب كما أي حالهم ثم قال تعالى حقيقة هذا الذي تشاهدونه بينهم وفيهم من هذا النعيم الضعر ما هو إلا متاع قليل متاع قليل سوف ينتصر الإسلام آلو ويفقدون هذا ويهلكون وإن لم يحصل هذا بعد فمصيرهم إلى جهنم فما قيمة هذا التمتع الجزئي في أيام وليالي معدودة متاع قليل الذي في عمو سبعون سنة كم يزيد من سنة والذي في عمو أربع كم يزيد وما هي إلا أيام ثم يحالون إلى جهنم وبئس المهاد فكانت علاجا لقلوب المؤمنين ورواهم والآن تورط في هذا المنتسبون إلى الإيمان والهكام وصاحوا وكتبوا وقالوا لو كان الإسلام إسلام حق لا أسعد أهله ولما أشقاهم وأخذوا يتطلعون إلى الجر والسير وراء الكافرين وقلدوهم في كل شيء حتى في الكفر ظنا منهم أن كفرهم هو الذي أغناهم وأن الإسلام هو الذي أفقر المسلمين وهذه النظرية باطلة باطلة خطأ ألف ألف أولا الإسلام ما هو الذي أذل المسلمين ولا أفقارهم والله العظيم وإنما بعدهم عن الإسلام وانصرافهم عنه بكيد أعدائهم ومكرهم هو الذي قاعد بهم وهبط ليس الإسلام واحرب بالله ولا تحنف الذي قعد بالمسلمين فافتقه وذل وهانه واستعمهم وأهين والله ما هو بالإسلام وإنما هو بعدهم عن الإسلام هذه ينبغي أن يعلمها كل مؤمن ومؤمن لأن الإسلام قواعده مبادئه سننه شرائعه كلها تهيئ للكمال والسعادة في الدنيا والآخرة ومن أراد أن ينظر بعيني قلبه فلينظر إلى العرب في جزيرتهم قبل الإسلام كيف كانوا ولينظر إليهم بعد أن أسلموا قلوبهم ووجوهم لله وانقادوا لشرع الله كيف أصبحوا والله لم تكتح العين الوجود بأمة أكمل أسعد أعز أطهر أقوى من أمة الإسلام في قرونها الثلاثة هل كان ذلك بالصناعات بالسعر بمكان والله ما كان إلا بالانتظام في سلك الإسلام ولن يستطيع كائنا يرد هذا إلا مكاب ومعاند ومخادع ومغالب لم تشهد الدنيا أمة أعدل ولا أرحم ولا أطهر ولا أعز ولا أكمل من تلك الأمة عصر الصحابة وعصر أولادهم وعصر أحفادهم والتاريخ شاهد عرف هذا العدو الكافر الثالوث وعرف كيف عزت هذه الأمة وسادة مع ناصر سيادتها وقوتها قالوا القرآن هذه الروح هي التي حيت بهذه الأمة فهيا نصرفهم عنه يهبطون يموتون وقرأوا قبل أن نقرأ وعلموا قبل أن نعلم قول الله تعالى كذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشر من الباليه ذي آية من آيات عديدة تقرر أن القرآن روح ونور من قرأ القرآن وفهمه وهو موم حيا من جعل القرآن أمامه نورا اهتدى إلى أعظم ما يريد الإنسان أن يهتدي إليه من الكمالات فحول القرآن إلى الموتى مرضت على أمة الإسلام قرابت ألف سناء والقرآن لا يقرأ إلا على الموتى إذا مات الميت يجتمع أهل القرآن في بيته ويقرؤون القرآن سبع ليالي أربع عشر إحدى وعشرين ليلة ولا يجتمعون على تفسيره وفهم مراد الله منه وما يدو الله للعباد منه أبدا وقالوا تفسير القرآن خطأ تفسير القرآن خطأ لا تفسره لا تقو على تفسيره وقالوا صوابه خطأ وخطأه كفر فأصبح الرجل إذا قلت قال الله يغلق أذنه ويمشي وإن قلت ما البرهن على هذه الحال قلنا لك ألم يستعمرنا الشرق والغرب حصل هذا ولا لا لو كنا أحياء يستعمرنا الجواب لها إذا فإذا لاحظنا الآن ورأينا الكفار يتمتعون بأنواع الأطعمة والأكل واللباس والركوب وما إلى ذلك هل هذا ليعظ الله عنهم الجواب لك متاع قليل وينتهي ومصيرهم معروف هذا أولا وثانيا من سورة هود آية فيصل في هذا الباب يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظهر الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم تفهمتم وإلا لا تريد الحياة الدنيا اعمل لقد رأيناهم يسني الفرنسي بنفسه كأنه البقعة وهو يدير أجسانيا يعملون الليلة والنهار فهل عملهم هذا الجاد في الزراعة والصناعة والفلاحاء كوفهم يمنعوا انتاجه عنهم قال الله لا أبدا نوفي إليهم أعمالهم فيها فهم عملوا ويعملون إذن فحاصلوا على هذا الرغض من العيش إن صح وهذا الكمال المادي فهو ليس من رضا الله وأن الكفة هو الذي جال بلا وماذا وإنما بالكدة والعمل الجاد فياتي المغفلون والمخدوعون فيفهمون أن ما وصلت إليه أوروبا والغرب والشاق من هذا كان نتيجة الكفر والفسق والفجوه فليذا نفسق مثلهم ونفجر ونتخلص من الإسلام هذه سارت في جسم العالم الإسلامي وأفطرت واستهزئ بالإسلام وسخير منه وقال إسلام هو الذي هبط بنا وأخرنا وهي نظرية كذب وباطل وتضلل وإنما المسلمون قتلوهم سلبوا روح الحياة منهم دفعوهم إلى الجهل والظلم والخبث والشبك والباطل والفساد فمضت سنة الله فيه وسنة الله لا تتفلف اذكروا هذه الحقيقة والآية واضحة لا يغرنك لا تنخدئ وتنغر بما عليه الكفار من طعام شراب لباس أو عز قوة لما متاع قليل لا يقاس أبدا بما في الدار الآخرة لأن أيام تنتهي أعوام تنقضي ثم بعد ذلك مأواهم الذي يأوون إليه ومصيرهم الذي يصيرون إليه ما هو طعام إنه الزقوم شراب الحميم العز إنه أسوء أنواع الظل والهون والدون مأواهم جهنم عالم الشقاء اسمه جهنم وبئس المهاد الذي مهدوا لأنفسهم ونزلوا وباتوا عليه وجلسوا فرقه نار جهنم مهدوها بأنفسهم بكفرهم وشركهم وظلمهم وفسقهم وفجورهم سمعتم هذا الخبر الموجه إليكم ألا لا اسمع خبر ثاني لكن الاستدراكية لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا خالقهم الرب الخالق الرب الرازق الرب المدبع الرب المحي المميت المعطي المالك لكل شيء اتقوا ربهم كيف اتقوا بالدروع الوقائية بالحصون والأصوار العالية بالجيوش الجغارة بالخداع والمكري والاحتيال اتقوه دلونا يا رحمكم والله اتقوه بطاعته وطاعة رسله الله يتقى بطاعة وطاعة رسله كيف هذا لان الله عز وجل يأمرهم والرسول يبين لهم سبل السلام وطلق النجاة والسمو والعلو بما يفعلون بما يأتون بما ينهضون ويقومون به لا تفهموا من طاعة الله وطاعة الرسول ان شئت صليت وان شئت لا ان خشعت او لم تخشع ان شئت زكيت ولا وان شئت طهرت نفسك او لو وثاء والله ما هذا بالذي نتقي به الله عز وجل نتقي الله بطاعته الكاملة وطاعة رسوله لان رسول يبين ويشرح ويعلم ويبين المقادير ويبين الظروف وما الى ذلك لا بد من طاعة الرسول لاستغناء بالكتاب عن السنة صاحبه كافر وظل وهلك ومستحيل ان ينجو بالقرآن دون رسول الله الله يقول رسول وانزلنا اليك الكتابة لتبين للناس ما نزيه اليوم الصلاة ذكرها تعالى في الكتاب ما هي الصلاة كيف نركع كيف نسجد ما أوقاتها من يبين هذا القرآن مجمل والرسول يبين جبريل عليه السلام نازل من السماء وصلى برسول الله حول الكعب 24 ساعة ويعلمه الصلاة وكيفياتها وأوقاتها فطاعة الله وطاعة الرسول بهما يتقى غضب الجبار بهما يتقى سخط الله وإذا اتقين غضب الله وسخطه فزنا برضاه وبحبه فإذا رضي عنا وحبنا أسعدنا أكرمنا أعزنا أرفعنا هذا التعقيب العظيم لكن الذين اتقوا بهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما إن الله خير للعبار هذه التقوى بما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله نطيع الله في أي شيء في كل ما أمر عبده أن يعتقده ويعقده في قلبه لو يمزق لو يصلب لو يحرق ما يبدل ذلك المعتقد ولا يتخلانه طاعة الله فيما أمر به من الكلم الطيب فتقول الكلمة التي أمر الله أن تقولها ولو بكى الناس كلهم وضحكوا طاعة الله في الأعمال والأفعال التي نقوم بها من الصلاة إلى الرباط والجهاد وكل الأفعال هنا الطاعة وطاعة الرسول من طاعة الله ما هناك فرق ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ثم هذه العبادات وهذه الأنظيم وهذه القوانين وهذه الشرايا هي السلم الرقي والسعادة في الدنيا والآخرة ما هي مجرد عبادات وخرافات وتهاويل هذه الأنظمة دقيقة من شأنها أن تعزها وترفع المتقين من آثارها أن يسود أهل القارية حب فيما بينهم أن يسود أهل القارية المسلمة إيخاء ومودع أن يسود أمن وطه وصفاء واقع هذا ولا لا ما هو مجرد كلمة طاعة وتنفيذ الشريعة لكن الذين تقربهم كما علمنا لهم جنات الأولون مأوهم جهنم وبيس المهاد من هؤلاء الكفار الفجار الفساقة الذين ما انتظموا في سير كبير الله وحبه أما الذين تقربهم لهم جنات كم جنة جنات ما الجنة هذه أين توجد في حائل في الشام في أرض فلسطين أين توجد الجنة فوق السماوات أين السماوات هذه أرفع عاصك وانظر تجد سموا وعلو وإلى لا تجايد كواكب وإلى لا تجايد شمسا وقمراء من صنع هذا أبو فلان الشيوعية من صنع هذا هذا كوكب الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون ونص مليون من ملأ هنا ما هي الغازات التي تحترق هناك تعطي راسك وقل آمنت بالله وفوق هذه السماء سماء أخرى سبع سماوات وثم تجد الجنات من وصف هذه الجنات خالقها صانعها معدها ومهيرها لأوليائه هو الذي وصفها بأدق وصف من صلى اليوم صلاة الصبح في المسجد النبوي من صلى منكم أنت رأيت الجنات ولا لا ما فهمت شيئا ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان زيد ذوات أفنان فيما عينان تجريان فيما فاكيات فيما فيما وصف دقيق حتى الحور العين فيهن حور مقصوات في القيامة إلا وعندنا شيء آخر وهو أن الرائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم والله لواطيها بقدميه الشربتين وشاهد حورا وقصورا وأنهارا وقائده ورائده جبريل عليه السلام ما عندنا خيالات أو أوهام كما يقول الهابطون والصاقطون سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من كان يحلم بهذا أو يفهم أن شخص من مكة في دقائق يصي إلى بيت المقدس كيف يتم هذا إسراء الله برسوله ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذن وعادا ووصفها كما شادا هذه الجنات عرفنا أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين كوكبين قولوا اللهم اجعلنا من آلها ومعنى هذا اللهم اجعلنا من المتقين فهمتم إن استجاب الله لنا وقال أنتم من آلها والله ليتوبن علينا ويقودنا إلى التوبة حتى نتقيه سنن الله ما تتبدل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار كم نهار هذه أنهار خمسة وصفهم من رآهم اسمع الله يصفهم من صورة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة مثل الجنة التي يعد المتقون تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة وأنهار كم نهار أربع نهار نعيد الآلة لعلها خمسة فيها أنهار أنهار جمعناها ولا لا هذه الأنهار الأربعاء هي ملايين ولكن هذه أصناف الأنهار أولا من ما غير آسن ثانيا من لبن لم يتغير طعمه لأن لبن إذا بات في غير الثلاجة يصبح حامر وأنهار من خمر لذة حتى ما تقول خمر هذه متعفنة كخمر الدنيا لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة تجري بين القصور وتحت الأشجار أبشروا إن ميتم على لا إله إلا الله قال خالدين فيها الخلود البقاء والدوام يخرجون من الجنة إلى أين إن طوت العوالم ولم يبق إلا عالم علوي هو الجنة وعالم سفلي هو جهنم فقط ولا فناء أبدا لا للعالم العلوي ولا للسفلي هكذا أراد الجبار قال قال خالدين فيها نزلا من عند الله ما معنى نزل أن نزل الضيافة الآن يسمون الفندق ماذا ماذا النزل وإلا لا وصحيح وإلا لا بد من فلوس نزل باللسان أصلا نزل ما يعد للضيف الطعام والشراب والفراش حتى يغادر منزلك ضيفك تعد له نزله نزله تهيله الفراش والطعام والشراب وما يحتاج إليه هذا النزل وسمه الفنادق نزل لا بس فيها هذا لكن بالمقابل وحتى نزل الجنة بالمقابل وإلا لا بالإيمان والعمل الصالح بالتقوى المكونة من إيمان وعمل صالح نزلا من عند من من الله إذن يعجز الواصفون عن وصفه ما تستطيع أن تقدره أو تقدر لأنه من عند الجبار من عند الله وأخيرا يقول وما عند الله خير للأمر للأبرار وما عند الله فوق النزل هذا خير لمن للأبرار من هم الأبرار الأبرار جمع بار أو بار وهو من المطيع لله والرسول الصادق في طاعته المخلص فيها الذي كثرت خيراته وحسناته فأصبحت كالبر في ساعتها واتشاعها لأن البر ضد البحر البر ضد البحر الأبرار كثرت صالحاتهم وحسناتهم بذلوا ما لم يبدو الغيرهم من الخيرات والصالحات فوصفوا بالبر فكانوا الأبرار أما المتقي ذاك الذي يطيع الله في الأمر والنهي وجفع ثم له نزل عند ربه لكن هذا اتسع نطاق بره وخيره لعلكم ما فهمتم المتقي منه الذي أطاع الله ورسوله فلم يعصي ما في واجب أو جباه ولا في محرم فحرماه كذا ولا لا وقد تكون حسناته قليلة والبر البار الذي يطعم الفقاء المساكين يكسو العرات يداوي الجرعا يبذل 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 الليلة والنهار زيادة على الواجبات ولا زيادة ولهذا وما عند الله خير للأمر وأنت كن برا بحسب قدرتك تبهت ولا لا وهنا حادثة حدثت لما توفي النجاشي رحمة الله عليه تعرفون النجاشي ملك الحباشة وكان نصراني إماما في النصرانية وقايدا لها وشاء الله أن يهاجر إلى الحباشة المهاجرون على رأسهم جعفر بن عبد المطالب بن أبي طالب ومجموعة معه وسامع منهم وقال عليه صورة الكهف بكى ودخل في الإسلام وبعثت قريش برجالها ليتسلموا الشاردين أو الفارين فمناهم وردهم خائبين وأسلم إذن مضت أعوام والرسول بن مدينة وتوفي أصحام ملك الحباشة فخرج رسول صلى الله بن مؤمنين إلى مسجد الغمامة كان ساحة وصحراء وصل عليه صلاة الغائب فالمنافقون والمرضى قالوا إيش هذا بلغتنا الآن يصل على هذا الحبش كبات مسيحي مات في بلادي ما هذه الصلاة وعن هذا وللاء في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض موجود في كل زمان ومكان الذين لا أخلاق لا أمفاض لا بد يقعون في هذا فكان الرد كما يلي فأنزل الله تعالى وإن لتوقيد الخبر وإن من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أيها المؤمنون وما أنزل إليهم من التراتي والإنجيل خاشرين لله لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا أولئك لهم أجوهم عند ربهم إن الله سهير ليسك فدخل فيها عبد الله بن سلام دخل فيها كل من أسلم من أهل الكتاب وإن نازلت في النجاش لأن القرآن عام انتبهتم الآن لك أن تقول ما من يهودي أو ناصراني يشهد لا إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام فيقيم الصلاة ويغتي الزكاة ويبدع ما حرم الله إلا كان من هؤلاء الوارثين للجنة شرية كلها بالنسبة إلى الله شيء واحد عبيد وهو سيده لا فرق بين عابي وعجمي أبيض أسود كلها أول آخر كلها لا قيمة لها وإنما من زك نفسه طيبها طهرا أصبحت كأواحي الملائكة أصبح أهلا لأن يرفعه إليه وينزله بجواره في دار السلام ومن خبث نفسه ولوثها وعفنها فأصبحت كأواحي الشياطين والله لو كان ابن النبي أو أباه ما دخل دار السلام والحقيقة هذه يتجاهل المغرضون والمبطلون وينسون أن آذر والد الخليل أب إبراهيم في جهنم نسوا أن امرأة نوح ونوط خانتا نبيين رسولين وغشتهما وخدعتما هما في جهنم فوق هذا كأنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مكة للمدينة قال لأصحابه أذن لأن أزور قبر أمي بالجحفة فمر بها ووقف يبكي فسعنوا فقال استاذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستاذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكوا جميعا تستغفر لشخص مات نفسه خبيث منتنا من يدخله دعا السلام ونزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربا الهابطون من علمائنا ورجعين قولوا لا هذا شيء آخر أم الرسول في الجنة أما الشيع وغوافد قالوا أبوه في الجنة وعبد المطالب أبو طالب الشاد دناء هذا شأنه من يعرض عن كتاب الله ولم يدرسه ولم يجتم عليه والله ما أصابنا من ضعف وشر وخبث وظلم وفساد وهبط نتيجة جالنا بكتاب لا أبعدونا أبعدونا كل البعد فأصبح نقرع الأموات وهو بره لكم من منكم يرفع يده وخاصة الزوار الكرام ويقول ويقول أنا كم من مرة نكون جالسا في المسجد فيمر بي شخص حافظ القرآن فأقول له من فضلك تعال اقرأ علي شيء من القرآن أو يقول أن نحن عمل موظفون في دائرة إذا استرحنا نقول أيكم يسمعنا شيء من القرآن فيه به ظاهر وإلى لا كيف إذا نقرأ القرآن ونفهم مراد الله منه وما فيه من تعاليم وهدى وفوق ذلك من الحجج والبراهين لقد خمت ديار المسلمين بالخبث والظلم والشغل والفساد والإجرام نتيجة ماذا لكونهم مسلمين نتيجة ماذا بعدوا عن نور الله وهدايته ما أقبل على الله في صدق بعدوا عن بيوت الله وكتاب الله وما يوجد من تعاليم مدارس ما تجدي لأنهم ما أرادوا بها وجل الله والبرهن عندنا كثير في هذه المسائل متى نعود الباب مفتوح فقط نصدق الله في أننا مؤمنون ونأخذ بحزم أنفسنا إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل فلا دكان ولا متجر ولا مقهى ولا مصنع ولا مزرعة ولا عمل ولا سيارة الكل يقف ويأخذ أهل الحي من حياء المدينة أو أهل القرية يتطهرون يغيرون لباسهم ويأخذون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم ورب ينظر إليهم انظر كيف أقبل علي تركوا دنياهم وتخلوا عنها وجاءوا يستمطرون رحماته ويطلبون رضايا وما لدي وما عندي فيجلسون جلوسنا هذا بعد صلاة المغرب ليلة آية من كتاب الله يتغنون بها فتحفظ وتحشى في الصدور للصغير الكبير للمرأة والرجل ويفم مراد الله منها والمطلوب والعزم على العمل إن كان واجبا فعنا وإن كان محرما مكورا تركنا واشتهنبنا والليلة الآتية حديثا من أحاديث الرسول يحفظ حفظا حقيقيا ويشرح ويفهم المؤمنون والمؤمنات ويطبقون العمل ما يمضي عليهم سنة إلا وهم كأصحاب رسول الله كالملائكة تبحث عن جريمة فالقرية ما تجدها لعل يواهم أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل الجرائم المبقات من الجهل وظلمته في النفس ماه من العلم ومعرفة الله أبدا هل هذا يشقينا يتعسنا يوقف العمل قلنا لهم الذين تقتدون بهم اليهود والنصارى أدخل باريس أدخل برلين لندن الساعة السادسة يقف العمل ونحن ليما ما يقف العمل يقف العمل وإلى لا وأين يذهبون بأطفال ونسائهم إلى المقاصف إلى المراقس إلى دور السينما إلى الله إلى الباطل ونحن ماذا نصنع ما نستطيع كم سنة ونحن نبكي هذا البكاء ما استطاع أهل قرية ولا حاكم يشرح هذا القانون ويلزم به لتعود هذه الأمة إلى مسارها الأول بلا تكريفة والله لو طبق هذا لا نصف الميزانية تستغني عنه الأمة أقسم بالله والذي راتب عشالات والله لاتسعت وفاضت عنه وأنفقها في سبيل الله لما يدخل النور في القلوب أما مع الظلم والهوى والشهوة والتكالم على الدنيا لن يكفي أنا شيء الآن السرقات والجراء متلصص كيف نصدع على هذه الأمة براء الشاشة المدفع ما ينفع بالإيمان الحق والإسلام الصحيح وهذا يأتي من طريق الإقبال على الله وتألم الهداء ما يأتي بما نحن عليه معاشر المستمعين بلغوا هذه الدعوة حتى نسمعنا القرية الفلانية أصبحوا يجتمعون كلهم من المغرب إلى صلاة العيشة كل ليلة ونزورهم وبعد عام نسأل كم جريمة تركبت ولا جريمة كم من فقير يبكي جوعا ولا فقيرا كم من عاري يمشي بالناس بالعارية لأن هذا هدى الله ونور الله مستحيل أن يتخلف فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تبلحون هذه خاتمة سورة آل عمران ذات المئتي آية ختمت بهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تبلحون أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن من إكرام الله تعالى لنا أن نادانا بعنوان الإيمان في كتابه العزيز نحو تسع وثمانين نداء إذ النداءات تسعون أحد النداءات يا أيها النبي إذا طلقتم النساء والمناد رسول الله صلى الله وسلم والمطلوب بالعمل نحن المؤمنين إذا طلقتم النساء فبين لنا كيف نطلق وكيف يعتد نساؤنا وكيف نراجع وكيف إلى آخر ما جاء في أحكام الطلاق والعدد إذا مسعوا في ندائنا بعنوان الإيمان علم المستمعون والمستمعات أنه الحياة المؤمن حي والحي خلاف الميت الحي يسمع النداء ويجيب إذا أمر وكان قادرا على الفعل فعل وإذا نهي وزجر الزجر وترك وإذا علم علم وإذا حد حذر وإذا بشر فرح واستبشر وذلك لكمال حياته ومن هنا قررنا أن غير المؤمنين أموات والبرهن القاطعة هي أننا لا نكلفهم وهم في ذمتنا وتحت رايتنا لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا حج ولا عم ولا جهد فمسل في كوننا نجاهد ونقاتل دونهم كوننا نزكي ونصلي وهم تحتنا وبين أيدينا ولا نكلفهم الجواب أنهم أموات إذا نفخت فيهم روح الإيمان وقال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سارت روح في جسمه العين تبصر الأذن تسمع اللسان ينطق اليد تأخذ وتعطي الرجل تمشي وذلك لكمال حياته فمننا نادانا مولانا تسعين نداء استوت أو استولت هذه النداء على كل متطلبات حياتنا نحن المسلمين حياة السعادة والكمال ومع الأسف ما عرف هذا المسلمون ولا دار ما به وما فيه وها نحن مع هذا النداء وهو آية واحدة فلنتدبر ما يحتوي عليه هذا النداء يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا لا رب غيره أي خالقا رازقا مالكا مدبرا لا رب غيره وآمنتم بالله إلها أي معبودا لا معبودا يستحق العباد سواه والله العظيم ولما لأن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يضع ولا ينفع دعاؤه لانحنى بين يديه تقبيل رجله الركوع له عبث لا يصلح أبدا دعاء يا من لا وجود له هل هذا الدعاء معقول مشروع دعاء من لا يسمعك يا فلان تستصرخ بين الليل ونوى ولا يسمع يصح هذا عقلا دعاء من لا يقدر على إعطائك ما تطلب يجوز عبث دعاء من لا يقدر على إنقاذك تخليصك من مهنتك يجوز ما يجوز فلهذا إذا إذا مررت بفقير أمام بنز الخرب ما فيه ساكن ولا أحد وهو يا أهل البيت أطعموني يا أهل الدار إني حاجتك الذي أمام بيت خريب ما به ساكن والأحد وهو ينادي ويطلب أو بينهما فرق أسألكم بالله لأن الميت لا يسمع أو يسمع ثانيا لو فرضنا أنه سامعك عبد القاد أو فلان أو فلان في قبره هل يمد يده لك بالعطاء أسألكم بالله هل يقدم لك كلمة ينصحك بها ما به إذن سؤال لعب عبد ومع هذا ما زال المسلمون إلى الآن يستغيثون يدعون ينادون أمواتا غير أحياء وسر ذلك ما هو الجهل ظلمته من علمهم من عرفهم من أجلسهم بين يديه العام العامين ويعرفهم بربهم حتى عرفوه لا أحد إذن ماذا ترجو منهم لابد من هذا الخبط والتخبط الجهل والضلال فمن أراد إن قالهم فليعمل على جمعهم بين يديه وتربيتهم العام والعامين وبد ذلك يتأكد أنهم لا يدعون غير الله ولا يستغيثون بسوى أبدا علموا يا من آمنتم بالله ربا وإله وآمنتم بالقرآن كتابا يحمل الهدى والنور فاستنارت قلوبكم وعرفتم الطريق إلى ربكم من خلال ما حراه هذا الكتاب المنير هذا النور الإلهي آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يا من آمنتم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رسول موصل إليكم ليعلمكم ليبين لكم الطريق ليهديكم إلى سبل نجاتكم وسلامتكم يا من آمنتم ما الصبر ما الصبر صبر يصبر صبرا على شيء تحمل ولم يفرف ولم يفارك وقد علمتم أن للصبر ثلاثة مواطن وتكرر هذا القول صبر صبر على طاعة الله ورسوله فالرخاء والشدة في اليسر والعسر في الغناء والفقر في الحرب والسلم صبر على طاعة الله ورسوله بحيث بحيث لا تسمح لنفسك بأن تعصي الله واصرة بترك واجب أو جباه وعلمت أن هذا الأمر واجب الفعلي ويحرم ويحرم تركه واجب الفعلي لأنه يزكيك ويهيئك لسعادة تركه يرديك ويشقيك النفس تتململ تترجع إذا لم تحملها على أن تصبر ما تستطيع فلابد إذا من أن تصبر وتأمر نفسك بالصبر على طاعة الله بفعل ما أمر به وأوجبه من العقائد والأقوال والأفعال والصفات والذوات حبسها على الصلاة لا تفارقها حبسها على بر الوالدين لا تعقهما حبسها على ملازمة ذكر الله ما تتركه جاهد وألزمها ذلك هذا موطن صبر دون معاصي الله والرسول المعاصي هناك لا تقربها والمعاصي ما حرم الله ورسوله من زنا من ربا من عقوق الوالدين من الغيب من النميم من الخيانة من الغش من الخداع من الكبر من العجب أنواع المحرمات عبد الله المؤمن مأمور أن يحبس نفسه دون تلك المعاصي ولا يأذن لها ولا يسمع لها أبدا أن تقرب معصية من تلك المعاصي تعرفون كيف تحبس طفلك في البيت حتى لا يخرج كيف تحبس دابتك حتى لا تنطلق كذلك تحبس نفسك حتى لا تعدو إلى تلك المعصية فتقارفها وهذا يحتاج إلى الصبر وإلى حبس النفس دون معاصي الله ورسوله تتململ النفس تتذجر تدفعك تحاول وأنت كالآسد لا تبال بتخبطها وحيرتها وشهوات وهويا ولا تقل هذا متعذر والله ما هو بمتعذر الفعل نعم قد تعجز عنه أما الترك ففالترك راحة لو أمرت أن تشرب محرما هذا فعل صعب ما تقدر أن تشرب السم لكن كون قيل لك لا تشرب أي كلفة لا تشرب في الترك راحة يقينية لكن الفعل نعم قد يحتاج إلى جهد وبدل طاقة وعرف هذا رسول الله وأستغفر الله عم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما معنى اجتنبوا لا تقبل عليه اجعلوا جانبك لا تقبل عليه أبدا بوجهك لتأتيه وتفعله اجعلوا جانب من جوانب الحياة أي لا تقبل عليه لمما قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما استطعتم والله ما قال هذا ولن يقوله عاق لأن الترك فيه راحة أسألكم بالله لما تجلس مع إخوانك هل تشعر بالعياء والتعب المشقة إذا ما اغتبت فلان وقد فلان زي كذا سلوك كذا 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 تجد مشقة في هذا لما تجلس الصمت تتكلم نعم إذا أردت أن تتكلم نعم أما أن تتوقف في الترك راحة إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم بعض آية من صورة التغاب وبيان ذلك دعينا إلى الجهاد هل المريض يجب أن يخرج هل الأعراج يجب أن يمشي أعراج كيف يصل إلى الميدان هل الأعمى كيف يحمل السلاح ويقاتل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المريض حرج هذا في الجهاد في الإنفاق صاحب المليون ينفق الألف وصاحب الألف ينفق ريال والذي لا ريال له ماذا ينفق حرام عليه يبكي طول الليل الجواب لا فاتقوا الله ما استطعتم هذه الصلاة عماد الدين معراج السمو ويقل ملكة العلاء إذا كنت قادع على أن تصلي قائما صليت قائما فإن مريضت صليت قائدا فإن عجزت عن القعود صليت على جنبك وبهذا علمنا رسول الله مع أن الصلاة مناجات الرحمن عز وجل لأن أقول كلمة عصى الله أن ينفعكم بها وإن لم ننتفعنا بها من منكم لما يدخل في الصلاة يعلم لا يشعر حقيقة أنه يتكلم مع الله ويجد لذ كما يتكلم مع فلا أنا هذه ألهمتها وأنا أبكي ومن ثم عرفنا ما علة هذا الجفاف لما تتكلم مع شخص كيف حالك وأنت تتكلم معه أسألك بالله يكون قلبك هنا أو هنا يخطب بالك شيء وأنت مقبل تطالبه يا فلا لا تقعد هنا يا فلا لما ما جيت فالذي يصلي ولا يشعر بهذا الشعور وأنه يتكلم والله يسمعه وبين يده ما يجد فائدة في صلاته ولا لذة لا ولا قيمة وهذا الذي أصابنا وما شعرنا به فهمتم هذه البغبرية ولا لا كيف أن أتكلم معه ولا أشعب بأنه يسمعني ولا أتأدى معه في مكالمتي كلنا نصلي وكأن الله غايب عنا فقط ونصلي وإن كنا نعلم أن الله نصب وجه لنا لكن ما هو شعور حقيقي نتلذذ بالكلام معي وأنا مصر فرح أن يتكلم مع الله عرفتم هذه والآية التي قبل هذه وهي في أهل الكتاب وهي من باب إياك أعني واسمع إيا جار ماذا قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ما هو الخشوع خاشعين وما أنزل يبحث عن ماذا يبحث عن ماذا خاشعين ذل إن كسر إذا طهب تحرك جسمه اعتعد لأنه لأنه بين يدي الجبار بين يدي الواحد القهار هل عملنا الله هكذا كل المصلين إلا من رحم الله فلهذا فقدنا سر هذه الصلاة وأصبح الجفاف واليبوس كأننا ما نصلي كالذي يأكل وكأنه ما أكل شرب وكأنه ما شرب خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فسر هذه الكلمة لا يبيع دينه بذنياه لا يبيع آخرته بحياته ودنياه ما يبيع الآخر بالدنياه سواء كان يفتي بالباطل من أجل أن يأخذ ثمن على فتاوه أو يزين الناس الباطل والحرام من أجل أن يرضوا عنه ويوافقه على ما يريد كمن يقبل على دنياه فيستحل محارم الله عز وجل اشترى بآيات الله ثمن قليلا لأن آية الله يحكامه قوانينه شرعه إذن نعود إلى الصبر مواطنه ثلاثة المواطن الأول أيها السامعون والسامعات أن تجاهد نفسك وأن تحبسها على طاعة الله ورسوله بفعل الأمر لا تتهاون في فريضا ولا واجب أوجبه الله ورسوله وإن فشلت ما أنت بالصبر عصيت الله ما أصبرت حبسها دون معاص الله ورسوله لا تسمح لأن تقرب كلمة سوء نظرة سوء لقم حرام وبذلك تكون قد أطعت الله وتهيأ للجزاء بعد ذلك الموطن الثالث الصبر على الابتلاء إذ ما منا أحد إلا ويبتلى طال الزمان أو قصور ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبار وإلنا ترجعون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حسبان باطل الصبر هنا على البلاء فإن كان فقرا رسب عليه لا تمد يدك إلى ما لأخيك أو ما لعدوك لكونك فاقيرا ومحتاجا تسرق وتقصب وتسلب وتأخذ ما صبرت ابتليت بما بالمار لا يسمع الله منك كلمة تدل على عدم رضاك بالله وما ابتلاك به لا نسمع إلا كلمة الحمد لله الحمد لله اشتد الألم وعظم أو خف وهن أنت أنت عبد الله نفسك راضي مطمئن بما ابتلاك الله لا مانع أن تتناول الأدوية المأذون فيها المشروع متوكلا على الله وأنت تعلم أن الشفاء بيد الله إن شاء شفاك وإن شاء لم يفعل هو العليم الحكيم لكن تصخط وتصرخ وتقول الواواء هذا الزجى والسخط يتنافى مع الصبر على البلاء قد تكتلى بموت أعزي عزيز لديك فلا يسمع الله منك كلمة تسخط ولا تذج ولا تمل إن لله وإن أعجوه الحمد لله ذي الكلمة التي لا تفارق المؤمن وهو يعلم أن السخط والتذجر لا يفيدان شيئا ولا يغنيان عنه من الله شيئا الأمر الذي ينتفع به ويكتسب الخير هو أن يفوذ الأمر لله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إله رجعون فالذي صبر في هذه المواطن الثلاثة أصبح أكمل الناس صبر على الطاعة ما رأيته يعصي الله لا بفعل لا بترك ولا بفعل صبر على البلاء كيف ما كان فقا أو مرضا أو موتا أو غربا أو تعبا أو مشقا أو عمل دائما كلمة الحمد لله لا تفارقه وهذه ميزة لهذه الأمة أيام كانت تعرف هذه الأمة في الكتب الأولى في الإنجيل والتوراة تعرف بالحمدين بأمة الحمد الآن اسأل يهوديا أو نصرانيا فاقرا ومريضا كيف حالك لا يعرف الحمد لله أبدا ولا يسمع بها اسأل مومنا وإن كان عاميا بصيرا كيف حالك الحمد لله لا تفارقه الحمد والثناء والجمال لله على رجل حمد لله يا أيها الذين آمنوا صبروا إن شاء الله تهيئنا للصبر إن شاء الله كم موطن للصبر لا 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 اللهم ثبتنا الأمر الثاني وصابر الصبر غير المصابر المصابر أن يكون عدوك أمامك والسيف في يده وأنت أمامه والسيف في يدك وأنت تتمايل تتحين الفرص لضربي وهو كذلك فإن أنت صابرت غلبته وإن ما صابرته فشلت ما صبرته وغلبك في الصبر قتلك ويروى أن عن ترتبن شداد البطل المعروف عند العرب والعجم العبسي شاعت شهرته وطار صيته في العالم في بطولته ما بارزه ولا قاتل بطل إلا هزمه فسألوا يوما ما سر هذه البطولة وهذا الانتصال قال لهم والله ما هناك شيء أبدا ما أنا بأقوى مفلان ولا أقضى عضلات مفلان ولا ولا كل ما في الأمر أنني أصابه إصابه إصابه حتى ينهزم لا أقل ولا أكثر كل ما أشعب الضعف أتقوى أصبر وهو كل ما يشعب الضعف يتقوى ثم ينهزم أضربه فهمت ماذي البربرية ولا لا عام تربين شداد أنا أبسي مضرب المثل في البطولة أيام السيف فسألوا كيف تنتصر دائما قال ما هناك شيء أبدا أتفضل به عن غيري عضلاتي بنيتي بذنك غيري أضعف من كثير من يقاتلهم كل ما في الأمر أنني أصابرهم كل ما يحاول نحاول نحاول نصبر فينهزم قبلي لما يضعف أضربه وأنتصر عليهم ذي حقيقة وصابروا هنا المصابة في وجه العدو وأنتم تعرفون أن لنا أعداء تعرفونهم الشهوة العائمة عدو النفس الأمار بالسوء الدنيا بزخاربها وألوان متعياء أبو مرى إبليس عليه لعين الله عدو واسمع الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو اجعلوه عدو حقيقيا وصابروا هذه في حال السلم لسنا في صراع بين المشركين والمؤمنين ما هناك حرب بيننا وبين الكافرين هنا نصابر من قولوا نصابر الشهوات العائمة نهزمها ما تدفعنا وتهزمنا لأن نرتكب الخبث المعصية والجريمة نصابر الدنيا الغرارة الخداع بزخارفها لا تعمين ولا تصمنا ونعرف حقيقتها وزواله وخبثا ولا نبالبها ولا نعصي الجبار من أجلها من نعصي نفس الأمار بالسوء كلما تزين لك قبيحا شينه في وجهها كلما تميلك إلى كذا مل إلى كذا وتخلى عنها حتى تمد عنقها وتستسلم جاهد صابر إذن الشيطان إذا زين لك كلمة وحسن لا تقلها حسن لك لقمة لا تبقمها ولا تبتلعها أعرفت عدوك هنا هذا الميدان ميدان مصابرة ومصابرة ميدان الجهاد هل لنا أعداء أين الكفار كلهم أعداء الإسلام والمسلمين أهل الكتاب والمجوس والمشركين والبلاحدة والبلاشفة وكل الدنيا كيف نصابرهم أولا إذا أعلنت الحرب ودخلت قواتنا ورجالنا الميدان لا ننهز أبدا ما نعطيهم ظهورنا ما نوليهم أدبارنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ما قال فلا تعطوهم ظهوركم جاء بكلمة ما يطيقها الحر ما تعطيهم أدباركم فتفرون أمامهم وتعطيهم ظهوركم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبوه اللهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيسا المسلم تحقيقا لمبدأ وابع وصابع كيف تنهزم أمامهم أنت تلغف الاستشهاد والموت أنت تريد السماء والملاكوت والدار العقير وهذا الحيوان الميت أمامك كيف تنهزم أمامهم وهنا من ذكريات التاريخ لطيفة مسجل عند الأوروبيين أيام بداية الدولة العثمانية حاملة راية الإسلام ويتفتح في شرق أوروب وتغلغلت إلى الهوسنة والبرسك كما تقولون ووراءها من فتعت الديار يقولون كان الجندي العثماني عرفتم يربط نفسه مع المدفع ويضرب 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 حتى تنفد الطلاقات ويبقى هكذا فيأتي العدو فيقتل وجها لوجها ولا يعطيه دبار صهمتم هذه هذه مسجل في تاريخ رمه عملا بقول الله تعالى فلا تولوهم الأدبار وصارعوا فلا تولوهم الأدبار حتى أصبح يضرب بهم المثل في القوة أتى ترك القوة تركية القوة تركية أيام ما كان الإسلام يعمر قلوبهم وفاض تنوار على كل أحاسيسهم ومشائرهم عرف هذا العدو فكاد لنا ولهم فأهبطهم إلى الأرض أفقدهم الإيمان أفقدهم المعرف بالله وكما تشاهدون وصابعوا حرام عليك أن تنهزم المسلم ما ينهزم لما أمره الله أن يصاب عدوه حتى يستشهد أو يقتل عدوه هذا في كل ساحات المعركات وصابعوا عدوكم فتغلبوه بالصبع فتغلبوه في الحرب رابعا ورابط رابط المرابط المفاعل العدو يرابط هناك ونحن ما نرابط المرابط هي أن ثغورنا في حدود ديارنا سواء الضيق أو الواسع يجب أن رابط فيها وكان المؤمن لا يأخذ أجر من السلطان يقول لأم أولادي أعدي لي طعام شهر سويق أو الطمر أو الخبز الجاف وفراشه على ظهره ويمشي إلى الثغر يبيت وراكعا ساجدا يدعو الله ويعيش على ذلك السلب من العيش ويقضي شهر ويحرص ديار الإيمان والإسلام ثم يعود وكم وكم تراهم ذاهبين وعاجئين لا أجر ولا وسام ولا شرف في سبيل الله ويتخرجون ربانيين الذي ينقطع إلى الله الليل والنهار مع الله في مكان لا زخرة فيه ولا طعام ولا شرام كيف يكون أربعين يوما يصبح ولي الله هذا رباط الآن انتهى لكن حل محل الضغور جمع ثغر الثكنات جمع ثكنع فعلى نتكلم مع من مع ثلاثة وعبعين دولة من قسم المسلمين الله أكبر دولة الإسلام تصبح نيفا وأربعين دولة أيجوز هذا أحلال هذا أهدنا الله في هذا أهد يسعدنا أهد هذا يعزنا أهد هذا يحفظ ديننا والله ما كان في الكل من فرقنا من شتتنا الثالوث الأسود كيف مددنا أعناقنا واستجبنا له الجال وجهلنا أولا أولا واليوم كنت أسمعكم القانون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر إياك أن تقول قال الله فحرموا أمة الإسلام من كتاب ربها وإذا لم تهتدي أمة الإسلام على كتاب تهتدي علامة أين توجد الهداية أين يوجد النور أين توجد الروح الحية لا توجد إلا في القرآن ماذا يصنعون به حولوه إلى الموتى فكنت لا تسمع القرآن يقرأ إلا في بيت الميت فقط حتى أصبح العاهر البغي إذا ماتت في دار البغي أو البغاء يؤتى بأهل القرآن من مثلي ويقرؤون ويأخذون الطعام هذه أمة الإسلام وإن عجبت وقلت كيف الجواب عندنا بسرعة استعمرتنا أرب وأذلتنا ولا لا كيف حكمنا الكفر وسادنا ونحن ربانيون أولياء الله لا والله ما كان هذا قتلونا أولا أماتونا بهذا السحر العجيب اللطيفة ذكر الشيخ رسيد رضا في المنارة عند هذه الآية يشترون بآيات لثمن قليلة قال الشيخ من كبار علماء الأزهر سمتا واستقاما وصلاحا وعلما أعلن في مجلس الأزهر قال الذي يدعي أنه يعبد الله بالكتاب السنة زندق الذي يتعبد الله بالفقه وما دونه علماء الإسلام الفقهاء نعم أم الذي يدعي أنه يعبد الله بالكتاب السنة زنديق في مجلس أعظم مجلس في العالم إسلام أرد عليه الشيخ قال الذي يدعي أنه لا يعمل بكتابه السنة زنديق وقلنا والله زنديق ما معنى هذا تأييد للنظر الأولى تفسير القرآن خطأ صواب خطأ وخطأ وكفر تبات ما تقول قال الله قال رسله قال سيدي فلان قال شيخنا قال كذا فأماتوا الأمة وقطعوها عن الروح والنور وماتت كما علمتم وشاهدتم ورابطوا الآن نقول على هذه الدويلات يجب عليها أن تجتمع وأن تبايع إماما واحدا وأن تكون الدويلات ولايات والمسؤولون فيها إن كانوا صلحا يكونون أولا وإمام المسلمين واحد وحدود المسلمين شرقا وغربا هي ديارهم ثم في تلك الحدود تقام الثقراء الثكنات ويرابط رجال الإيمان والإسلام الآن ما فيه سيف رمح الآن فيه الصواريخ الممتازة النفاثات الهياجة السلاح المدمر ذاك الذي يكون في حدود ديار العالم الإسلامي ويجب أن نكون أكثر منهم أيضا عتادا وسلاحا وإن اشترينها اليوم نصنعه غدا ويجب وإلا ما أطعنا الله في قول ورابطه الآن أي رباط هذا أي رباط أيما دولة لولا الله عز وجل صارف ربط إذا تدخل تدخل فيه 24 ساعة عرفتم أم مفارقة ممزقة وتمزقت عقيدتها وسلوكها وآدابها ولا يلوي وحد على آخر تدبيع الله فقط إذا نبكي أو لا نبكي يجب أن نعلم أننا عصاء فاسقون عن أمر الله إذا لم نصبر إذا لم نصابر إذا لم نرابط أوامر الله وإلى لا وأخيرا قال واتقوا الله وبعد ذلك لتفلحه في الدنيا بالعز والكمال والسعادة والطهو الصفاء وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة دار العبرار واتقوا الله كيف نتقيك يا ربي أنت العلي الأعلى أنت العظيم ما عندي قدر على أن نتقي غضبك وعذابك يا عبدنا اتقني فقط حب أحبني وخف مني ما تستطيع هذا أنا أطعمك وأسطيك وأكلوك وأحفظك وخلقت كل شيء من أجلك ما تحبني أنت إنسان وإلا حيوان أنا بيدي كل شيء أسلب حياتك أسلب مالك وصلت عليك الحشرات تأكلك وما تخافني ما أنت بإنسان ولا أدمي فاتق الله بأن تحبه وتخافه فلا تخرج عن طاعته بهذا يتقى الله يبقى اعلموا أن الذي لا يعرف ما حاب الله ولا كيف يؤديها لله ولا يعرف ما صاخط الله يستحيل أن يكون من المتقين عدنا من حيث بدأنا لابد من العلم إذا لم تعف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفات والذوات كيف تفعل إذا لم تعف ما يكه الله ويغضب من أجله من السلوك من النيات من الأقوال من الأعمال كيف تتقلها مستحيل لابد إذا من العلم العلم قولوا يكفي ما نحن عليه أين آثار العلم نعود من حيث بدأنا إن أردنا أن نعود قف يا عبد الله وانظر إلى هذا المجلس من صلاة المغرب إلى أذان العشاء ورجالنا مصغين يستمعون ونساؤنا وأطفالنا كل ليلة وطول العام في كل قرية في كل حي في العالم الإسلامي هذا والله طريق العلم والحصول عليه أهل القارية ينتدب بعضهم بعض هيا نعود إلى الله عز وجل إلى متى ونحن في هذا العار والخزي والبوار يا معشر إخواننا لا يتخلف من غد أحد عن المسجد دقت الساعة السادسة أخذ المسلمون يحملون نسام وأطفالهم إلى بيت ربهم في كل حي في كل قرية في المملكة في الجمهورية لا تجد واحد في الشارع أبدا أين الرجال أين في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة العام العامين هل يبقى جاهل أو جاهلا بدون قلم ولا كتابا عافوا وإذا عافوا يرضون بأن تأكلهم النار ويحل بهم الخزي والعاف والله ما يرضون من عرف ما يقبل التلوث أبدا بحال من الحوال ومن ثم لا زنا لا خيانة لا كذب لا سريقة لا عجب لا سخرية صفا طهر كامل ما شاء الله آمنا بالله ما دفعنا شيئا واتقوا الله هذا المعنى كيف نتقيه نعرف ما يغضبه وما يصغطه وما يغضيه ويحببه معرفة علمية وناخذ في العمل وبذلك نصل إلى مستوى أني اتقيت عذاب الله وسخطه ومن ثم الختم الأخير لعلكم تفلحون لعل الإعدادية هذه ليعدكم إلى الفلاح ما الفلاح في الدنيا انتصار عز وكمال أمن ورخا طهر وصفا وفي الآخرة البعد عن عالم الشقا النار العياذ بالله ودخول الجنة داع الأضرار قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر